اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 صباح الخير إذن سوف تشهدين باللغة العربية صح إذن صباح الخير وأهلا وسهلا بكم السؤال الأول لكم ويكونكم الإجابة عليه كل بشكل إذن نبدأ مع سيدة لكود فهمت أنك تعرفين نبيل من الطفولة هل يمكنك أن تعرف بنفسك للجنة وبعد ذلك تشرح لنا قويا عن علاقتك مع نبيل حنان لكود أنا مهندسة مدنية متخرجة من سوريا وعملت بالهندسة المدنية في سوريا ورجعت على الجامعة مرة ثانية درست تربية حديثة عندي خمس أولاد انتقلت إلى ألمانيا بعد ما صارت تهجير القصري من دارية أعمل في ألمانيا الآن بمكتب هندسي وحاليا رئيسي الهيئة الإدارية بشبكة حراس الطفولة منطنة مختصة بحماية الطفولة بعرف نبيل من لما كان عمره خمس سنوات كان في صداقة بين جدة نبيل وجدتي فكنا نعمل مراسلات بين أطول بعد ما كبرنا التقيت مع نبيل بمكتبة الأستاذ عبد الأكرم الساقة اللي هي مجموعة شباب دارية نبيل كان عمره 16 سنة التقيت في مكتبة الأستاذ وهو اجعرفني عن حاله وقالي أنه أنا نبيل ونحن كنا صغار كنا نتبادل مراسلات بين ستة وستة فكانت كثير مبادرة جميلة منه فهذا كان من الألفين للألفين وثلاثة لما طلعنا بشكل قصري من مسجد أنس بن مالك غدرت سوريا في العام 2003 التقيت من نبيل بين ألفين وألفين وثلاثة فهذا ما طلعنا من مسجد كان نبيل بحلود الـ 16-17 سنة بحسب ما تتذكري حينه ماذا بدأ يعبر عن رغبته بأن يصبح صحفيا نبيل عنده موهبة برؤية المشكلات وتحليلها والتعبير عنها بطريقة قوية هذا كان بشكل مبكئ فحتى لما كنت اتحاور معه كان ببساطة قادر يشرح أنه في مشكلة هون ويحكي عنها بطريقة أحيانا مريحة بحيث أنها هي بتوصل للقلوب قبل ما توصل للقول موهبته هاي كانت مبكرة كتير هذا كان بعمر 16 سنة لما التقيت وبعد ما كبرنا نبيل درس بالـ 2003 اللي ما تقلوا الشباب أنا بدي وضح نقطة أبل أنه نبيل هو من مجموعة الشباب اللي هي أصغر عمرا من المجموعة الأكبر في مجموعة المجموعة الأكبر اللي أنا وأسامة والبقية كان موليد السبعينات نبيل كان موليد ثمانينات اللي هنه بالمجموعة الأصغر عمرا واللي هنه كانوا طلاب عند المجموعة الأكبر بمسجد أنس بن مالك من سنة 89 حتى سنة الألفين نبيل كان طالب عند هيسام الحموي وهيسام الحموي اعتقل مع بقية الشباب 2003 وطلع ب2005 فتطور نبيل كان منذ الطفولة مع هاي المجموعة ولما اعتقل هيسام كان نبيل عم يقدم البيكالوريا درس بعدها معهد زراعي لأنه أبوه عنده مجتل نباتات فكان عم بيساعد أبوه لما طلع هيسام المعتقل ورجعوا كملوا لقاءات بعد ما اطلعنا من المسجد كمل نبيل مع رفاءاته لقاءات مع هيسام شجعوا هيسام أنه يدخل بشكل احترافي بمهنة الصحافة لأنه عنده هاي الموهبة برؤية الخطأ وتحليل والتعبير عنه السيد شرباجي هل يمكنك أن تخبرنا كيف تقيت بنبيل نعم صباح الخير وشكرا على هذه الدعوة اسمي اسامة شرباجي وأنا من درية وتخرجت بالصيدلة وكنت بدراسة الدكتورة في جامعة باريس سبعة في باريس في العلوم الأحياء الحيوية التقيت بنبيل بالعام 2003 ونحن من العائلة نفسها ولكنني لم أعرفه قبل ذلك العام وبعد اطلاق صراحي لأنني قد اعتقلت من قبل نظام الأسد لثلاثة أشهر مع شباب درية إذن أتى إلي بعد اطلاق صراحي إذن أتى إلي إلى منزلي وعرف عن نفسه وقال أنا نبيل شرباجي وأنا أحد أقاربك أو أولاد عامك وأنا أعرفك وأعرف لماذا تم اعتقالك وأنا أحد طلبت هيثم الحاموي إذن في البداية كان لدي بعض الشكوك لأنني لم أره من قبل ولكن حين دعوته إلى منزلي ونقشنا بعض الأمور وأصبحنا أصدقاء بسرعة وتطورت علاقتنا إذن أعتقد أن نبيل كان واضحا أنه أراد أن يكون صحفيا محترفا لأنه كان يأتي إلى منزلي كل يوم في الصباح عند الساعة الخامسة صباحا بعد صلاة الصباح أو صلاة الفجر لأن المسجد كان قريبا من منزلي وكنا نتحدث باللغة العربية الفصحة لأنه كان يحاول أن يدرب نفسه ليكون صحفيا محترفا ولا يتحدث باللكنة السورية لأنها مختلفة عن العربية الفصحة وإذا كان الشخص الصحفي يجب أن يتحدث ويدقن هذه العربية الفصحة إذن دربنا نفسنا وساعدته لأنه كان ملتزما بهذا الأمر إذن نقشنا الكثير من المواضيع السياسية وتغير الاجتماعي ودرسنا معا وقرأنا بعض الكتب مثل كتب غاندي ومكافحة من أجل مكافحات العنف إذن بهذه الطريقة التقيت من البيلي وكان لدينا اللقاءات يومية بين العامين 2003 و2005 لأنه بعد ذلك انتقلت إلى فرنسا لمتبعة دراستي إذن في اليوم الماضي سمعنا وأصبحنا نعرف أهمية درايا في بداية الحركة في العام 2011 هل يمكنك أن تخبرنا كل منكم إذن كيف حصلت الأمور وكيف تطور نطاق الحركة التي بدأت في العام 2011 أرجع إلى 2003 لأنه في 2003 تم تشكيل يعني كنا مع بعضا من 1989 إلى 2000 بمسجد أنس بن مالك الذي يكون نشاط اجتماعي ديني كمان تشكلت فيها مجموعة من الشباب والبنات ضمن بيئة آمنة من التعبير عن الرأي وحرية النقاش والتفكير النقدي تميزت المجموعة بأنه كل شخص فيها قادر ينمو بشكل طبيعي وفق التطور الطبيعي الموجود فيه بدون ضغوط مشيخية أو اجتماعية هاي المجموعة التطورت بهذا المجال وكان فيه مع هذول الأشخاص يعني مساما مثلا كان في عنده مجموعة من الطلاب فكان كمان عم ينقول نفس المبدأ لمجموعة طلابه فنشأ نبيل ضمن هاي المجموعة فأنا بدي انتقل تاريخيا من 2000 لما طلعونا بشكل قصري من مسجد أنس بن مالك فالمجموعة صار إلها نشاط اجتماعي خارج المسجد وانتقلنا تجقاءاتنا لما كتبت الأستاذ عبد الأكرم السقة اللي هو أسس المكان بشكل كامل وهو اللي رعى هاي المجموعة حتى قدرت توصل لهذا المستوى من الوعي بالمسؤولية عن أي تغيير للخطأ موجود حولنا بمجتمعنا بسبب النشاط من 2000 ل2003 اعتقلوا 25 من الشباب وإذا شهر صبية تم استدعاء إلى فرع الأمن لمدة شهر طلعوا الشباب على مراحل من 2003 حتى 2005 كان آخرها آخر أربعة اللي هني منهم هيسام الحموي نبيل كان عم يعيش كل هاي المراحل معنا المرحلة الأولى بتكوين الفكري والثقافي اللي هو بناه عن الوسط المحيط ضمن مجموعة آمنة وبعدين شاف أن هذا الشيء سبب مواجهة مباشرة مع النظام السوري لحتى أنه اعتقلوا الشباب واستدعوا حتى البنات تطور نبيل خلال هاي المرحلة هو اللي خلا يوصل بمرحلة مبكرة لأنه لازم يعمل شيء لا ياخد قرار بأنه لازم يعمل شيء لحتى يبقى عم يقاوم أي فعل عنف عم يتوجه الناس بسبب آراءها فقط لو سمحت ممكن تأيدي السؤال حيث أني حكيت لكني تجيبين على السؤال إذن أنا أردت أن أفهم بشكل أفضل كيف أن هذه المجموعة تشكلت في داريا أنا فهمت أن داريا هو حي سكاني وكان مستهدفا بشكل خاص قبل أحداث العام 2011 إذن أود أن أفهم ما هي هذه الحاركة وما هو الشعور الذي كان موجودا لدى الناس في داريا ولماذا أصبحت هذه المجموعة مهمة جدا في العام 2011 حين بدأت التظاهرات أتذكر بس بالأعمال التي قامت فيها المجموعة في محيطها في داريا من 2000 إلى 2003 التي كانت أربع أعمال اجتماعية تدعو فيها إلى الامتناء عندها الرشوة إلى الاعتراض على الهجوم الأمريكي على بغداد على العراق وكان في قطاع تنظيف تنظيف قطاعات بالبلد ندعو إلى هالناس أنه نحن بإمكان نعمل هيك لحالنا ونحن نحمل مسؤولية مجتمعنا وكان في مكتبة جمعنا كتب من بعضنا حطيناها بمكان مع كومبيوترين شخصيين مع وصلة إنترنت مشان أي حدا بحاجة أنه يعمل أي بحث أو يقرأ عن أي موضوع ودائما في حدا حاضر مننا هناك مشان يساعد أي حدا من البلد يحب يجي يعمل أي بحث أو يقرأ عن أي شيء أو يستفهم عن أي شيء كمركز علمي لأنه كان في منا من كل التخصصات يعمل ما سمعتي هلأ أنه أسامة عنده تخصص أنا بالهندسة كان في عنا تخصصات أدبية بالإنجليزي والعربي وكان في عنا أطباء عنا كل التخصصات العلمية اللي ممكن تساعد كل الشباب اللي موجودين بالبلد إذا حتاجوا بأي مجال أنه حدا يساعدهم بأبحاثهم هذا العمل تسكر خلال كما كملنا شهر كان الأمن جاي وعن طريق البلدية وسكروا العمل كله وطبعا يستدعوا يستدعوا الشباب لفرع الأمن خلال فترة طويلة هذا الحراك اللي هو كان مبكر من 2000 إلى 2003 طبعا اعتقال الشباب من 2003 إلى 2005 صار فيه بشكل عام ركود كنا نحنا كان نساء بس نعمل زيارات الأهالي هون يعني أنا بروح بزور أمه لأسامة مثلا أو أم أحمد أحد الشباب المهندسين كم أنا عشان أنا بس تابع معهم اجتماعيا حتى أدعمهم نفسيا لما طلعوا شباب من 2005 نتي نرجع نلتقينا مرة تانية فكان 2011 هو لحظة للحلم يعني كنا نحلم أنه نقدر نعمل أي تغيير فتابعنا الأخبار مع تونس من 2010 ونهاية 2010 لما صار التغيير بتونس صارت الثورة بتونس ومع مصر وبعدين كنا عم نتساءل هل ممكن إحنا نعمل شيء؟ وكنا كلنا على تواصل بشكل مستمر ونبيل كان واحد من المجموعة يعني ما عاد فيه طلاب وأساسي صارنا كلنا على نفس المستوى من المشاركة شكراً حنان أود أن أضيف بعض الأمور حول نبيل والمجموعات وما كان مميزاً بهذه المجموعة في هذا المجال وفي هذه البيئة إذن بصراحة درية هي مجموعة أو مجتمع محافظ جداً وهناك احترام كبير للدين وما هو مميز في هذه المجموعة هو أنه يمكننا أن ننتقد أي شيء ويمكننا أن نفكر بأي شيء ولم يكن هناك أي ممنوعات في مجموعاتنا إذن ومن بين أهم الموضوعات التي استخدمناها لمناقشتها كانت العنف وكيف يمكننا أن نعبر عن مطالبنا من دون استخدام العنف إذن الكفاح غير العنيف ونبيل كان قريب جداً لهذا الاختصاص أو هذا الموضوع وحين انتقلت إلى الفيلة فرنسا في العام 2005 احتفظت بتواصلي مع نبيل والتقيت به مرة أخرى في العام 2009 في جلسة تدريبية طويلة حول الكفاح غير العنيف وهذا التدريب تم القيام به مع مدربين من سربيا وهي حركة إذن دربتنا وكان طوال هذا الوقت كان نبيل يفكر كيف يمكنه أن يمارس ما تعلمه داخل سوريا وكان ذلك قبل العام 2011 إذن حين بدأ الربيع العربي في سوريا إذن كانت هذه فرصة وكان نبيل محفزاً جداً ومتحمساً جداً لأنه يمكننا أن نطبق السيناريو نفسه ويمكننا أن نربح وأن نغير الدكتاتورية إذن كل هذه النقاشات قبل ذلك أعتقد أنها تعطينا ميزة أعطتنا ميزة إذن هنا بخاصة حين بدأت الثورة السورية لأننا كنا على دراية بالمخاطر الموجودة مخاطر العنف وكنا نعرف أنه إذا استخدم الناس الأسلحة لمدفاع عن نفسهم أو للهجوم على المراكز الشرطة نعرف أن الأحداث سوف تكون مأساوية وقد رأينا ذلك ورأينا نتائج إذن هذا هو تاريخ هذه المجموعة إذن في هذا السياق كلكم تعلمتم أكثر عن نبيل وما فهمناه أنه كان من المهم جدا أن يكون لدينا اتصال بالإنترنت وبالأقمار الصناعية وفي العام 2011 لم يكن هذا الأمر متوفرة من شكل كبير جدا في سوريا حسب ما فهمت فإذن السؤال هو كيف تطور نبيل يصبح صحفيا إذن نحن نعرف أن دراية كانت فيها تظاهرات كبيرة تم تصويرها ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي فإذن كان هناك نوع جديد من الصحافة هل يمكنكم أن تخبرون قليلا عن هذه الأشهر الأولى في العام 2011؟ حين أتذكر نبيل وأتذكر وحين يأتي اسمه إلى الذهن أتذكره دائما يحمل ألة التصوير أو الكاميرا الخاصة به معلقة به إذن وذلك حتى قبل العام 2011 إذن كان ملتزما جدا بكاميراته وكان يريد أن يظهر للناس وكما قالت حنان إذن كان ذكي جدا كان يعرف كيف يرى المشكلة في المجتمع وكان يعرف كيف يمكنه أن يصلط الضوء على المكونات المختلفة للمجتمع إذن بعد العام 2011 كان نبيل مسؤولا عن تصوير التظاهرات السلمية في داريا وكما بما أن عمله خطير جدا لأن النظام كان يستهدف الصحفيين وكان يريد النظام أن يخبئ ما كان يحصل في سوريا إذن أصبح نبيل يختبئ وكان يحاول أن يعمل مع اسم مستعار من أجل تحميل فيديوهاته تحت اسم آخر لأن عمله كان بالغ الخطورة بخاصة في سنوات الثورة الأولى شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة أريد أن أتذكر أن نبيل درس أربع سنوات صحافة وإعلام بالتعليم المفتوح بسوريا وهو حالق يعني هي أحد أنواع التعليم الجامعي اللي ممكن الإنسان اللي بسوريا الطالب يدرس فيها مع شغله فكان هو يشتغل ويدرس بنفس الوقت في 2011 بدي أضيف بس أنه كان النشاط النسوي النسائي الحراك السلمي النسائي في داريا في 2011 بدأ مع الحراك الشباب فكنت أنا المنصق بين مجموعة البنات والشباب داريا هي بلدي محافظة فمو بالسهولة بصير التواصل بين النساء والرجال فبيكون الأمر مانو بهاي البساطة فكنت أنا اجتماع مع مجموعة الشباب وأنقل أي شي من الأفكار أو التنسيق أو مجموعة الأنشطة أو شلون لازم نساوي أو كيف استراتيجيتنا هلا أو شلون لازم نعمل فكان عملية بدي سميها مأسسة الثورة أو القيام بثورة بطريقة منظمة بداريا كانت مبكرة جداً في 2011 بسبب جهود الشباب أنه لازم كل واحد يشتغل بالشيء اللي هو بيعرف فيه أو شيء اللي هو مختص فيه فنبيل هو كان مختص الإعلامي فنبيل هو اللي مستلم كل ما يتعلق بتقارير صحفية تصوير الإعلام التنسيق التواصل مع أي جهات إعلامية خارجية أنا لما نشطت كأحد قيادات الحراكي النسائي في دارية كان المفروض أني اتواصل مع نبيل لما بنا نطلع أي تقرير أو نحن عملنا أي نشاط وبدنا نصوره فكان نبيل يعترض على بعض الصور يقول هاي مو هيك بتاخدوها هاي هيك بتاخدوها بعد فترة صار في اختصاص مجموعة من الصبايا هن المسؤولين عن هذا الموضوع اللي هو المكتب الإعلامي بالحراكي النسائي فكان نبيل عنده مجموعة سكايف مع هدول الصبايا وهو يعملون إعادة تدقيق للتقارير اللي يطالوها أو كيف يصيغوا الحدث أو كيف يصوروا حتى حتى هنا يقدروا يقدموا العمل بشكل احترافي أكثر هذا الدور أخذوا نبيل بمعنى نحن كمجموعة حراك نسائي بمجال التدريب والمتابعة والتعليم فكان كتير ممكن يقولنا أن هذا الفيديو ما ممكن رفعوا الدقة تبعوا ممليحة وكان حتى يحرص على أنه يأمن أي مستلزمات للصبايا حتى هنا يصوروا نعم لا تقلقي فإذا هل كان نبيل الشخص الشاب الوحيد في ذلك الوقت بهذا العمل فإذا داريا كانت مركز تحميل مقاطع الفيديو وجازف الكثيرون بحياتهم في تحميل هذه الفيديوهات فهل كان نبيل الشخص الوحيد الذي فعل ذلك؟ على مجموعة الشباب لأنه نبيل هو المختص مجموعة الشباب الآخرين مهتمين أنه يقدموا لكنه كان يعمل السياق المهني لا عملية بشكلها الكامل كما حكت خلود مبارح نبيل كان عنده العلم يعني كان هو متعلم هذا الأمر بشكل مهني فكان هو مسؤول عن اللجنة الإعلامية بالتنسيقية لما اعتقلوا هني كانوا بيعرفوا أنه نبيل هو التنسيقية كلها قال له العنصر الأمن اللي اعتقلوا قال له هلأ بسكن التنسيقية كلها أنا أعسف إنه تفضل كلا فإذا تم توقيفه في المرة الأولى في العام 2011 هل هذا صحيح؟ أنا كنت خارج سوريا في ذلك الحين ولكن تم توقيفه مرتين في المرة الأولى المرة الأولى كانت 16 آزار 2011 كنا طلعنا على الاعتصام أمام بناء وزارة الداخلية بصاحة المرجع بسوريا كنت أنا ونبيل ومجموعة وأسامة نصار ومجموعة ثانية وميمونة كانت حامل مجموعة ثانية ولما وصلنا لهنيك نحن تأخرنا خمس دقايق بينما نبيل عم يضبط الكاميرا بده يعمل ضبط لحتى يصور مجهز حاله يصور لما وصلنا لهنيك كان الأمن مليان يعني كان ممكن كله كان أمن بالساحة بعدين أنا فهمت هذا الشي إنو هذا كله كان أمن فلما إجوا يعتقلوا صبية فمسكوا فيها ميمونة وأسامة مشان ما ياخدها الأمن فنبيل فصاروا بدهم ياخدوا ميمونة وأسامة بعدين لحقتهم واحدة صبية بعدين نبيل مسك فيهم لحتي سحب سحبهم إنو ما ياخدون هذول الأشخاص هم أخدوهم كلهم سوا على المعتقل هذا كان 16 آزار 2011 ودعش وبقيه هناك فترة أضربوا عن الطعام حتى يقولوا إحنا ما عملنا شي حتى يكون هون طلعوا بعد عشرين يوم يمكن حسب ما أذكر وكان هو هذا أول اعتقال لنبيل الاعتقال الثاني كان بي كان بشباط فبراير 2012 اللي قالوا في عنصر الأمن إنو هلأ بسكنا التنسيقية كلها كان بيداريب شكراً فإذاً بعد الاحتجاز ولكن سأركز على الاحتجاز الثاني في العام 2012 أنتم كمجموعة هل فعلتم أي شيء لتحذير الآخرين فإذاً طبعاً نبيل كان معروفاً في دارية ولكن ما كانت ردة فعل السكان على توقفه عندما تم توقفه أنا كنت أتحدث معه في نفس الوقت وكنت خائفاً عندما تم توقفه لأنني قلت له هل أنت أكيد أنك بأمان هل تريد أن تنتقل إلى مكان آخر كان يختبئ في منازل مختلفة في دارية ولكن قال لي كل الأمور على ما يرام ولم تكن هناك نقاط تفتيش كثيرة وكان بإمكانه أن يرى خطيبته ولكن لسوء الحظ خسرنا أو فقدنا التواصل وبعد بضع الساعات قالوا لي أنه تم توقفه أعتقد أن توقف نبيل كان له أثر كبير على سكان المدينة لأن نبيل كان أكثر شخص يمنع الشباب من استخدام العنف في التظاهرات في عدة مناسبات كيف أقول ذلك ناقش مع الشباب أثر وتداعيات العنف وأيضاً قام بعض الناس في المملكة العربية السعودية بعرض المساعدة عليه والدعم إذا ما كان بحاجة إلى أموال أو مساعدات مادية أو إذا ما أراد أن يعطي الشباب بعض الأسلحة أو شعارات سنية وذلك لترويج لهذه الإديولوجية في المنطقة ولكنه لم يقبل أي من هذه الأساليب وكان واضحاً جداً نحن لا نريد أن نستخدم العنف فإذا أعتقد أن عملية توقيفه كانت دراماتيكية لأنه كان من أهم الأشخاص الذين كانوا يحاولون منع الناس في المنطقة من استخدام العنف وطبعاً كانت هناك أشخاص آخرون يدعون إلى عدم استخدام العنف طبعاً ولكن نبيل كان من أبرز من فعل ذلك في دارية أن الحاجز الطيار اللي اعتقل نبيل هو أحد أشكال دخول الأمن بشكل مفاجئ على دارية وبوقفوا عند نقطة معينة هي نقطة محورية تلتأى فيها الطرق وبوقفوا عند هاي النقطة هي معينة وبفتشوا كل السيارات اللي بتجيوا بيطلبوا الهويات فهنا عندهم قائمة بالأشخاص اللي لازم يعتقلوها فحظ نبيل السيئ كان إنه مرقة السيارة اللي هو فيها بهي النقطة اللي صار في هذا الحاجز المفاجئ ولما كان معوا اللابتوب لما شافوه وشافوا هويته وعرفوا إنه هو نبيل فهنا مسكوه وهنا كانوا حاسين بالانتصار إنه هنه مسكو الشخص اللي هو عمي يطالع كل هاي هذا العمل اللي خل دارية كنقطة ساخنة بالثورة السورية هذا ليس مهم ولكن أفترض أنك سمعت ذلك من الشهود أنه تم توقفه نحن دائما كان عنا التواصل بمجموعة فيسبوك مغلقة ما فيها غير الأشخاص ثقة لما بيعتقل حدا فهذا يعني إنه الآخرين مهددين فمباشرةً بصير في إعلام بالمجموعة نبيل اعتقل بكذا كذا ديروا بالكون ديروا بالكون يعني إذا نبيل معه وجواله فأكيد كل الاتشات اللي موجودة فالأشخاص الموجودين فيها لازم يتخبوا يختفوا يوقفوا حساباتهم يعملوا أي شيء بحيث إنه ما يتم تتبعهم لما أنا كنت اشتغل باسم وهمي وكان حدا يعتقل فأنا يعني نعرف الاسم الوهمي تبعين مفروض أنا غيره ففي حال الحالة الأمنية تبعنا كانت عند اعتقال أي شخص هي حالة أولوية فلما بيعتقل حدا دوري بيتم الإبلاغ بهذه المجموعات المغلقة إنه ديروا بالكون فلا نعتقل ومعه كذا ومعه كذا ومعه كذا هذا يعني يعني يعطينا تنبؤ إنه ما مدى المعلومات اللي حصل عليها الأمن لما أخذ الشخص سؤالي الأخير تم توقفه في العام 2012 وأعتقد أنكم عرفتم رسميا بوفاته في العام 2018 أو 2019 2015 عفوا فإذا خلال تلك الفترة عندما هل كان بإمكانكم التواصل معه أو هل كان ما زال منخرطاً في جهود مجموعة الشباب نعم استطعنا التواصل مع نبيل وهذا أمر نادر وغريب في سوريا ولكن من خلال أحد أفراد عائلته كان يزوره في سجن عدرة وكنا نتواصل معه بهذه الطريقة وكان يبعث لنا أخباره وكان يبعث أيضاً بعض التعليمات لكيفية الكتابة فإذا كنت أيضاً أتلقى رسائل من نبيل بطريقة مخفية وكان خائفاً من أن يتم نقله إلى سعدنايا لأنه كان يسمع بأنه إذا ما تم نقله إلى سعدنايا سيتم أعدامه فإذا في المرة الأخيرة كان ذلك في العام 2014 فإذا تلقيت آخر رسالة منه بنفس الطريقة اللي نعرف منه معلوماته هو الشخص من عائلة نبيل هو اللي كان يوصل لي كمان الوضع اللي فيه نبيل وطلب مني أنه أكتب له رسائل وجاب لي رسائل من عند نبيل والرسائل كانت تعبر على أنه هو بوضع سيء ونعم يتعرض للتعذيب وأنه كثير هو تعب بسبب الأساليب الوحشية هذا النص كثير كان مؤلم حتى أنه مجرد قراءته كانت كثير صعبة أنه نبيل عم يتعرض لكل هذا التعذيب بهذه الطريقة الوحشية المهينة لأنه هو فقط كان عم ينقل الحقيقة للعالم شكرا جزيلا هل تريد أن تعلق نعم فيما يتعلق بالرسالة الأخيرة التي تلقيتها منه كانت مليئة بالعواطف لأنه تحدث عن موضوع خاص جدا عن علاقته بي فقال لي أن كل النقاشات التي كانت تدور بيننا في الفترات الصباحية كانت مهمة جدا لدعمته نفسيا خلال وجوده في السجن شكرا جزيلا ليس لدي أي سؤال آخر لا أعرف ما إذا كانت لجنة القضاء تريد أن تطرح السئلة نعم أولا شكرا جزيلا على هذه الشهادات فهي مهمة جدا وحزينة لدي سؤالان متى عرفتم أنه توفي والسؤال الثاني قلتم أنه في العام 2011 بدأتم التحلمون ورأيتم ما حصل في تونس ومصر ومتى لاحظتم أن هذا الحلم بالتغيير طبعا بالتغيير غير العنيف كما قلتم تحول إلى حرب حقيقية فإذا انتهى الحلم وتغير الوضع بشكل كبير متى لاحظتم ذلك أو أدركتم ذلك وكيف حصل ذلك شكرا السؤال الأول هل يمكنك أن تكرريه متى علمتم أن نبيل توفي لأنك قلتم أنه في العام 2014 وصلتكم آخر رسالة منه ولكن متى تلقيتم الخبر أنا بالنسبة إلي حصل ذلك في وقت لاحق عندما تم إطلاق صراحة أحدهم من السجن قال لي كنت مع نبيل وأنا متأكد أنه توفي في سيدنايا كان ذلك في العام 2016 تقريبا لست متأكدا لا أتذكر ربما حنان يمكنها أن تضيف على ذلك الشخص من عائلته نفسه هو اللي كان عم بيتابعه ولما بيصير بيطلب زيارة بيقولوا له ما في حدا لأنه ما عد موجود فقالت لنا هذا الشخص أنه نبيل تم إعدامه بـ 2015 عندما لاحظ أو متى لاحظنا أن حلمنا صعب جداً من الصعب أن نحدد اللحظة بدقة ولكن كان من الواضح أن وحشية النظام ضد المدنيين كان من الصعب أن لا تؤدي إلى استخدام الناس للأسلحة وأعتقد أنه بعد العام 2000 أو بالنسبة إلي بعد الهجمات الكيميائية في العام 2013 كان من الصعب جداً إقناع الناس في سوريا بالبقاء سلميين نعم يمكنكم أن تبقوا سلميين وتستخدموا الأساليب غير العنيفة والسلمية لتحقيق حلمنا كان ذلك صعباً جداً فإذا في خلال هذه الفترة علمنا نحن كحراك نسائي في دارية لما بدأت مجموعات تتسلح ففقدنا الساحة فما عد نقدر ننزل على الشارع لأن المجموعات التي تسلحت هي التي تصارت ترى أنه ما عد إلنا دور هذا الشي صار بعد ما تم تفريغ دارية عن طريق اعتقال الشباب السلميين 90% منهم كانت هاي استراتيجية واضحة من النظام أنه لازم نفرغهم من الأشخاص اللي حاملين رؤية واضحة تم اعتقال كل الشباب اللي كانوا داعمين لحراك النسائي واللي هن الشباب السلميين فبالتالي صار فيه ساحة مفتوحة للشباب اللي حملوا السلاح وبالتالي الحراك النسائي كما فقد الصحة صحة العمل بالشارع نعم صباح الخير لدي السؤال عام لأفهم الوضع بطريقة صحيحة فإذا هذا الحي دارية كيف هو متعلق أو مرتبط اجتماعيا واقتصاديا ببقية المناطق في دمشق وهل كان هناك شعور بأن هذا الحي بعيد عن النظام بسبب مثلا ما وصفتيها ومجموعات الشباب مثلا هل كانت منطقة حرمة فيها الناس من الاحتياجات الأساسية أعتقد أن معظم الناس في دارية مزارعين لأنهم يعملون في الزراعة وفي النجارة وبشكل عام إنها ليست منطقة فقيرة بشكل عام لأنها قريبة جدا من دمشق فإذا بشكل عام يعيش السكان بطريقة جيدة طبعا هناك بعض الفقراء ولكن إذا ما فهمت السؤال بطريقة صحيحة فإذا هناك حركة اجتماعية في المدينة وطريقة بسبب وجود مجموعات إديولوجية مختلفة ونقاشات مكثفة فإذا هناك حركة في المدينة بشكل عام لا أعرف ما إذا كنت قد أجبت على سؤالك بالضبط فإذا هذه الحركة كانت موجودة حتى في العام 2011 أنت تقول أنها كانت موجودة أصلا فإذا هذا البعد عن النظام نعم يمكنني أحكي عن المجال النسائي في دارية بشكل عام المرأة في دارية ليس لديها الحرية أنها تتحرك أو تعمل نشاط سياسي أو بشكل عام منظور الاجتماعي أنه هي مائلها دور سياسي أصلا ليش أنت طالع على الشارع يعني أنه يعني بنيسان 2000 وإذا هش أنا كنت طالعة على مظاهرة فبالطريق كان في شب عم بعيط أنه النسوان ليش طالع على المظاهرة أنه فهذا التوجه كان موجود أنا كامرأة أنا موجودة هذا أمر واقع فإذا أنت قبلت أو ما قبلت أنا موجودة بهذا التصور كنت عم حاول أنه بموقعي كناشطة بتنظيم العمل النسائي لازم النساء توصل لقناعة جواتها أنه أنا موجودة لقد النظر عن رأيه كرأي المجتمع أو رأي الرجل اللي جنبها لهذا السبب كان فيه تحديات أكبر إلنا كنسة طمن هذا المجتمع تزايد وجود ثورة تزايد وجود تهديد أمني أنه نحن نقوم بدورنا فهي الصعوبات أو التحديات كنت وعيت لها لأنني أنا ربيط بهذا المجتمع أنا بعرف الصعوبات بعرف شو هي الأمور اللي بيمسك اللي بيخلي المجتمع يضغط على الإمرأة مشا ما يخلوها تتنفس فكنت أنا قادرة أني شجع بالتدريج المجموعات تتحرك بالطريقة اللي هي بتشوفها مناسبة لهيك كان الحراكة النسائية بيدارية أقوى أو أظهر أو يظهر أكثر للإعلام من بقية المناطق بسبب هاي المؤسساتي أو التنظيم الذي يراعي جميع الظروف للمرأة فهي المرأة قادرة نتقدم أي شيء بأي مكان هي موجودة فيه فإذا بالنسبة لهذا السؤال تحدثت عن الإديولوجية المختلفة وهذا سبب الإبتعاد ولكن ما هو الاتجاه؟ هل كان اتجاهاً دينياً أو اتجاهاً سياسياً؟ واضحاً قبل العام 2011 كان الاتجاه دينياً بشكل أكبر في دارية كان هناك مجموعات مختلفة وكان لدينا حوار مع كل هذه المجموعات وسمح لنا ذلك بتطوير أفكارنا فيما يتعلق بمستقبل سوريا والديمقراطية لأننا في سوريا لا نملك أحزاب سياسية حرة فإذا في دارية كانت هذه الطريقة الوحيدة أو الطريقة الوحيدة التي سمحت لنا بالتعبير عن أنفسنا كان من خلال المساجد كانت هناك مساجد مختلفة في دارية وكان الناس يعرفون مثلاً هذا المسجد هو للسلفيين هذا المسجد للمجموعات الليبرالية بشكل أكبر إلى آخره شكراً كان لدي سؤال أيضاً أو ذكرت أن نبيل كان يخاف من أن يتم نقله إلى سيدنايا وسمعنا في الأمس عن سمعة سيدنايا ودور هذا السجن ولكن قلت الآن أنه توفي في سيدنايا واستخدمت كلمة إعدام ولكن هل لديك معلومات إضافية؟ متى تم نقله إلى هذا السجن؟ كيف ولماذا؟ وهل كان الإعدام إعداماً رسمياً؟ أو هل لقى حتفه بسبب التعذيب الطويل في السجن؟ أنا وصلت إلى كانت عن طريق الشخص من العائلة اللي هو كان عم يتابع الأخبار مع الأشخاص اللي طلعوا من المعتقل من سيدنايا فالشخص هذا راح زار شخص موجود هنا يعني بعد ما طلع فكان عم بيحكي هذا الشخص اللي كان معتقل أنه أنا سمعت السجان عم بيقول أنه السجان هو أحد المعتقلين موجود داخل المهجة أنه أنا عندي جثة فسأل اللي برا اللي هو حارس الأمن أنه مين هذا اللي فطس هيك يستخدم المصطلح فقال له اسمه قال له اسم أمه فهذا الشاب اللي هو من مهجع تاني يعني بمكان تاني سمع هذا السجان عم يحكي فعرف أنه هو نبيل هو عم يقول هذا الشاب أنه نبيل ما كان فيه شي وأنا سمعت صوته قبل بشوي كان عم يسألوا مين عنده أمانات فقال أنه أنا عندي أمانات وأنا بعرف صوت نبيل أمانات يعني أنه هو أشياء حطها بالسجن قبل ما يفوتوا أشياء مخصصات يعني أشياء الخاصة يعني لكن بعد كم ساعة بيطلع حدا بيقول أنه نبيل مات فهو هو الشاهد هذا الشاب اللي كان بالمهجع القريب من مهجع نبيل هو اللي لما طلع خبر الشخص من عائلة نبيل أنه هذا الموقف اللي صار لحتى عرفنا أنه نبيل مات في السجن مشان هيك الشكوك كانت أقوى حاول أنه هو تم قتله وليس أنه كان بظروف صحية يعني طبيعية إذا كانت التواريخ لازم أرجع للمحادسة الطويلة اللي حتحدد بالتحديد أنا أين تعرفت وبالتحديد أنت الشخص من العائلة عرف ما كثير حاضرت حاضرين برأي بيبالي شكرا جزيلا هذا صعب جدا ونتفهم ذلك شكرا جزيلا شكرا لكم سنأخذ استراحة قصيرة لمدة ثلاثين دقيقة ونعود شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا اشتركوا في القناة 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 والآن سوف نكون مع الشهد التالي سيد ياسر خلاني الذي سوف ينضم إلينا عبر شبكة الانترنت مرحبا هل تسمعوني؟ مرحبا جميعا شكرا إذا نطلب منك في البداية أن تعرف عن نفسك للجنة وأن تخبرنا قليلا كيف التقيت بنبيل وأن تخبرنا قليلا عن علاقتك بنبيل وبعد ذلك سوف نطرح عليك بعض الأسئلة أنا ياسر خلاني من دارية ريف دمشق صديق نبيل شربجي هل يمكن أن تخبرنا كيف ومتى التقيت بسيد نبيل؟ أنا أعرف نبيل قبل السورة السورية ابن مدينة ابن دارية أعرفه عن قرب يعني هو صديق لإخوتي أعرفه من خلال مجموعة جامع أنس بدارية التقيت بنبيل كثيرا قبل السورة ولكن العمل معه أو المعرفة عن قرب كانت في السورة السورية هل يمكنك أن تخبرنا المزيد عن لقائك به والأيام قبل الثورة والأيام التي بدأتما العمل بها معاً نبيل هو من مجموعة شباب دارية السن الأصغر خلينا نقول الجيل الثانية المجموعة اللي اعتقلت عام 2003 كانت تعمل يعني بعدة مجالة أنا بعرف نبيل بس قبل ما تصير السورة ما كانوا فيه عمل بينه يعني بعرفه هو صديق لإخوتي بعرفه بعرفه بعرف أهله بعرف عائلته يعني قبل ما يصير الحراك السورة السورية لم يكن هناك عمل ماذا عرفت وكيف شاركت بعمل نبيل كصحفي وهل يمكنك أن تخبرنا المزيد عن هذا الموضوع؟ ببداية السورة السورية كنا مجموعة من الشباب كلنا شاركنا بالمظاهرات وبالثورة كان كل شخص له دور بالعمل نبيل كان مهمته التصوير ومهمته رفع المقاطع والتحسين ورفع الانترنت وكان هو من مؤسسين تنسيقية دارية وإلودور كان نحن كنا مجموعة يوميا نلتقي أو شبه يومين نتدارس شو لازم نعمل أو شو لازم نصير سواء يعني ممكن نبيل يكون هو حلقا حلقات الوصل لعدة شباب يعني من بداية الحراك نحنا اشتغلنا مع بعض بداية السورة بداية 2014 نحنا كنا نشتغل كان في عدة شباب بيشتغلوا عال عمل عال العمل السلمي بداية نبيل واحد منهم أنا ستقرب منه بالثورة يعني خلال هاي الاجتماعات واللقاءات وكان هو العلاقة بأخوتي أبل يعني وزادت هاي العلاقة بالثورة وكننا نلتقي شبه يومين ما كانت دورك أو عملك كجزء من هذه المجموعة وكيف زادت مشاركتك وعمالك مع نبيل؟ أنا كان عملي الأكبر هو عمل ميداني نبيل كان عمله إعلامي تنسيقي يعني أغلب الشباب أو النسبة الأكبر من الشباب اللي بدت تتصور شيء أو بدت ترفع شيء كانوا بالتشاور مع نبيل أو بالتعاون مع نبيل يعني كانت هي مجموعة متكاملة من أسم الأعمال بعد هذا العمل بفترة صرت أعمال أنا بالملف الإغاثي ضمن هاي المجموعة يعني عندما تقول عمل ميداني هل تعني تصوير التظاهرات وجمع المسندات أو ماذا تعني بالعمل ميداني؟ ممكن تصوير مظاهرات ممكن في أشخاص بيصوره ولكن ما بيحبوا يكون لهم تواصل مباشر مع الناشطين المعروفين مثل نبيل وغيره خوفاً على حياتهم من الاعتقال أو خوفاً على أهلهم بالأكتر يعني نحنا كان يعني في حلقات وصل بين الأشخاص يعني مثلاً ممكن واحد يصور أو يعمل أي نشاط بده يوصله نوصله من شخص لآخر وهي حلقات ونتيجة الوضع الأمني أو الحالي الأمنية اللي كانت كان يكون الأمر على هالطريقة هيا أنا فهمت أن أخاك قد اعتقل في العام 2011 هل هذا صحيح؟ نعم أنا أخوتي لثنين أعتقل الواحد أعتقل بـ 22-7-2011 والثاني أعتقل بـ 8-8-2011 أعتقل الشخص الثاني وقت أعتقل كان هو الصديق المقرب لأنه كانوا ناموا سواه ويأتوا سواه بمنزل عمنا نحنين هل تمنع أن تخبيرنا عن ظروف أعتقال أخاك؟ أخي الأول اعتقل يوم الجمعة بـ 22-7 يجانا اتصال في شاب ناشط سلمي وهو إسلام الدباس اعتقل أثناء الاعتقال الأمن بيخلي الناس تتصل يعني يطالع أرقام الجوال من الشخص المعتقل بيخليه يتصل بالأرقام موجودة عنده هذا إسلام الدباس هو ناشط طالب جامعة صديق لأخي مجد صار يتصل على أخي مجد بديه يشوفه يعني الأمن بديه يستدرجه من شان يعتقله أخي اللي اعتقل الأول هو عبدالستار هو الأكبر فما خلى مجد يروح قال له أنا بروح بشوف إذا مو كمين أو الأمن من انتظرنا بجيب إسلامه بجيب لأنه إسلام صار يقول أنه تعالوا خدوني يعني أو أنا موجود بمكان تظاهر وانتهت لمظاهرة تعالوا رجعوني راح أخي هذا أسماء عبدالستار موليد 80 1980 راح يجيبه للأسف اعتقل لأنه كان كان الأمن عامل كمين يعني و بنفس اليوم اعتقل إسلام يعني هنا اتنين اعتقلوا بنفس اللحظة بمنطقة قريبة مكان تظاهر بمنطقة قريبة مكان تظاهر بمنطقة قريبة مكان تظاهر أو اعتقلوا يعني بين الاثنين تقريبا أقل من شهر الاعتقال ما الفترة التي عمضها أخاك في أخوك في السجن في ذلك الوقت؟ أخواتي الاثنين لم يخرجوا من السجن بقيوا يعني ضلوا لمدة أو بقيوا مدة في سجن في فرع المخابرات الجوية بعد فترة تحولوا إلى سجن صيدنايا وبعد سنتين أو سلاسة يعني النظام عطانا شهادات وفاة فيهم بنفس اليوم بنفس التاريخ يعني ما خرجوا من السجن أخواتي الاثنين استشفدوا هل كنت قادرا على التواصل مع أخويك؟ أو هل كان لديهما التواصل مع العالم الخارجي خلال فترة احتجازهما؟ في عام 2012 يمكن شهر 11 على ما أذكر يعني أجروني لأن الموضوع مؤلد كذلك الزاكرة ما بتكون مئة بالمئة تسترد كل شيء زورناهم مرة واحدة في سجن صيدنايا المركزي عن طريقة يعني متل ممعروفة سوريا الواسطة وأي الأشياء ثانكي في الأمر المدى بعد هذه الزيارة حاولت تقوى لبتيت زورهم الأمن قالوا أنهم مو موجودين عننا على سجن صيدنايا أكثر من مرة تحاول أنهم مو موجودين عننا بعدين وقت اللي توزعت شهادات الوفالة لمجموعة كبيرة من شباب سوريا كانت أسماء من ضمنها إذن قبل أن أنتقل إلى فبراء الشباط 2012، إذن لم تتمكن العائلة من استعادة جثمان خوايك؟ لا تتمكن، لا من استعادة جثمانهم ولم ترهم سوى مرة واحدة من 2011، بعد اعتقالهم بعام ونصف شفناهم مرة واحدة، وبعدين لوقت اللي طلعت شهادات الوفاة. إذا يمكننا أن ننتقل الآن إلى 26 شباط 2012، هل يمكنك أن تصف الأحداث؟ إذن ماذا حدث عندما تم حرق الدستور وبدأ القمع وبدأت الاعتقالات؟ بعد اعتقال المجهد كان في منزل عندنا، أغلب نبيل يقعد فيه هذا المنزل، وظل شهور يعني، إذا ما دائما يتردد على هذا المنزل يقعد فيه، أغلب الأحيان نكون سوى، نكون مع بعض التنقلات. بفترة من الفترات كان الوضع هادئ في دارية كان فيه نشاطات كثير روح سوانيجي سوى. في عام شباط 2012، صار فيه مظاهرات كثير بسوريا، ومن ضمن دارية اعتراض على الدستور والدستور الجديد، وصار فيه مثلاً ناس تعمل نشاطات في منهم حرق الدستور من ضمن هاي الأماكن هي دارية. كان بيوم كثير الوضع سيء بدارية، ما فيه انترنت، المحلات مسكرة، الأمن كان بدارية، ما مقيم حواجز، كان يدور بموكب، بيسموه هذا الموكب كانوا بسموه، عدة سيارات مننا عسكرية ومننا مدنية، بيقوم فيه عناصر أمن، ناس لابسة زي مدني، ناس لابسة زي عسكرية، والوضع كثير سيء، انترنت ما فيه، كهرباء ما فيه، أغلب الناس ببيوتها، نحنا كنا مقيمين منزلنا بدارية بمنطقة اسمها دارية الشرفية، هاي المنطقة بقينا فيها تقريباً للساعة تسعة بالليل أو عشرة بالليل، يوم نبيل قرر إنه يطلع، نحنا بدنا نجيب مقاطر فيديو من أحد أشخاص، وبدنا ننتقل لمنطقة تانية بدارية، طلعنا بالليل والكهرباء مقطوعة كنت أنا وكان معي أختي أخي تاني اسمه بلال، وكان نبيل، طلعنا بالليل، تقصدنا نروح من الشوارع الفرعية دي المدينة، ونحاول كتير ما نقرب على أي مكان، ونعرف إنه من خلال الخبرات التي نتواجد الأمن فيه، وصلنا لنقطة بمنطقة اسمها شارع السورة، هاي النقطة هي تقاطع بين شارع فرعي وشارع رئيسي، وإذن إنه منشوف الموكب كامل جاي، هو الموكب عبارة عن مانع عشر سيارات على ما أسكر، ونطيهم مدنيين في يونستيري، وقفونا لأنه ما في غيرنا فعلياً بالطريق إحنا، وكنا معنا سيارة بيك أب إحنا، وعننقودها بطريقة يعني إنه بدون ضوء، لشان ما نلفت الأنظار، واحد بيشوف اليمين، واحد بيشوف اليسار، لشان كمان إذا في حد في الشارع ما نضربه، وقفنا الأمن، نزلنا نحنا الثلاثة على الأرض، أخذ أسماءنا، ووقفنا إنه وقفوا في جدار، ووقفوا على الحيط، بالمصطلح طبعاً يعني، ووقفنا على الحيط، قال انتظروا، أخذ هوياتنا، وراح، بهاي اللحظة في تنين عساكر يجوا قاعدوا يفتشوا السيارة، السيارة في نبيل معه لابتوب، ومعه هارد بالسيارة، واحد من العساكر حمل اللابتوب وإجاب، ونفس الوقت العنصر اللي راح يفيش رجع لعننا، بهاي رجع لعننا إنه شو اسمك، شو بتشتغل، مين عائلتك، مين بتعرف، يعني الأسئلة هاي المعروفة، وبالإضافة للمسبات والبهادل، يعني الكلام، كل شيء سيء يعني، وقت اللي رجع لعنصر اللي فياش، سألنا أنا وأخي بلال إنه أنتو، صار يسأل صديقه إنه أنتو أخوة، بدو يتذكر مجد ما قدر يتذكره، إنه أنتو أخوة مجد، نحنا سعى كثيراً ما قدر يتذكره أبداً، بعدين سأل نبيل، نادة لنبيل الموقفنا كان كلنا على الحياة، قال له شو اسمك أنت، قال له نبيل شربجي، شو بتشتغل، قال له أنا صحفي، قال له أنت صحفي، قال له إيه، هاد رجع لعن في رتبة أعلى منه، ورجع لعن رتبة الأعلى منه، وحكوا على السلكي، وأخدوه، نفس اللحظة يعني، أخدوه وحطوه بالسيارة، طمشوه، التطميش هو عبارة إنه بيقلبوا الكنزة اللي لابسها الواحد على وشه، ما بعد بشو، وأخدوه وحطوه بالسيارة، وتركو له فترة، وبلشو يحققوا معنا، أنتم منين تعرفوا، وين كنتوا، وين رايحين، وشو عم تهمنوا، طبعاً إحنا صرنا ننلاقي أي طريقة لحتى نهرب منهم، يعني بالحياة طبعاً، قال خلال دقيقة ما بدي أشوفكم هون، طبعاً القصة كلها استغرقت شي مصصاعة أو أكثر، لما قال خلال دقيقة ما بدي أشوفكم هون، طلعت السيارة، شغلت السيارة، بدي أمشي رد رجعنا، رد حق أماناً أول وجديد، صاروا يتشاوروا ببعضهم هن، يعني الضابط، والرقب الأدنى، والعناصر التانية، إنه يعتقلونا أو يتركونا، طبعاً نبي كان بالسيارة ما أعتقل، بعدين قال خلال لحظة ما بدي أشوفكم هون، مشينا نحنا بهاي اللحظة، نحنا يومها كان الأنترنت مطلعاً بكل دارية، ونحنا في مجموعة كبيرة تشتغل معنا، صرت أنا بحالة رعب يعني أني بدي أخبر أي حدا من المجموعة أنه اعتقل نبيل، وما في وسيلة التواصل بهذا الوقت، أذكر وقته في دكتور اسمه أكرم من ضمن المجموعة، قدرت أوصل له وخبرته أنه نبيل اعتقل، إنشان يخبر فائل المجموعة، لأن الأمن عادةً بيأخذ الواحد ويفتح تليفونه ويصبح يتصل بالناس، أو بيخليه بيجبره بالضرب بالتعزيب بنفس اللحظة، يعني أنه يأخذوا على الأماكن، تخفي فيها ناس ناشطين أو شباب، بدوا إياهم بالإسم. وعندما غدرت هذا المكان، هل رأيت ماذا حصل مع نبيل حين أخذوه وذهبوا؟ قبل ما غادر، يعني هذا الضرب بسوريا عاد، نحن لكل أكل نضرب، بس هو لما بيصير أنه والله هو يعني أخذوا قرار يعتقلوا، بصير كل شيء موجود بالمكان، من عناصر بيأظهر أنه بيضرب المعتقل يعني يعني الضرب نبيل، ونحن ضربنا بيشيء أقل بكتير، ولكن نبيل دبري يعني قبل ما نغادر، بعد منا حطوه بالسيارة، نحن يعني بصراحة ما بنقدر نبقى، لأنه للحظة بيعتقلونا، فوراً غادرنا، وكان همنا وغايتنا أنه نقدر نخبر باقي المجموعة أو باقي الفريق عن أنه يعني أنه ما يعتقل أحد يعني واحد تاني منهم. هل يمكنك أن تصف لنا الأيام التي تلت اعتقال نبيل؟ إذن وماذا كانت أنشطاتكم والرد فعل المجموعة أو المجموعة المختلفة التي كانت تعمل مع بعضها البعض؟ هلأ غالباً كان يصير أنه بأي اعتقال بيلحقوا شيء من الهدوء، لأنه النظام عادةً بداهم بيوت بتحت التعزيز بأقرفية المعتقال، بداهم أماكن، برائب شوالات، موبايل يعني، وبصير فيه هدوء. يوم، يومين، ثلاثة، بعدين ترجع الناس يعني يرجعوا الأشخاص بفعل المشاطن، بغيروا مثلاً البيوت، بغيروا التكتيك اللي يعني يشتغلوا فيه، ولكن الهدوء يعني باعتقال نبيل كان، وحتى بغير نبيل كان يعني، غالباً بعد اعتقال شخصية مهمة في النبيل، بصير هدوء يعني، يعني بصير هدوء حذر بأن الواحد يحتار أنه شو بده يعني، الخوف يكون بهاي اللحظات يعني نحنا كنا كنا ثوريين، أنه بالأصل نحنا مشروع اعتقال، أي شخص يعني شارك السورة، أو مشروع شهيد، ولكن الخوف على الأهل لأنه دائماً النظام كان بانتقى من الأب، من الأم، من الأخوة، أو إذا فيه مكان تجاري بكسره، يعني دائماً الانتقام مو من الشخص اللي بده يعني، يعني الانتقام من العائلة، يعني فيه حالات كتير ممكن من عائلة شربجي، كل واحد اسمه نبيل بياغضوه لأنه بده النبيل، يعني مو شرط أنه بس أخدوا نبيل شربجي والدته، كذلك؟ إذن هذا يصلنا إلى سؤالي التالي، هل تعتقد أن القوات الأمنية التي اعتقلت نبيل وأوقفتكم، هل كانوا يبحثون عن نبيل بالتحديد، وكانوا يعرفون من كان قبل أن يجدوا اللابتوب والهارت ديسك؟ القوات الأمنية محا تقريباً محا بكون قائمة بالأسماء المطلوبة، ولكن هن حقيقةً أي واحد يلاقوا مشابه دياغضوه، عندما وجدوا نبيل، يعني هنا يبحثون عن نبيل وغير نبيل، نبيل شربجي، عندما قال لهم أنا صحفي، خلص ثبت هذا الشيء، يعني نبيل هو وقف بكل جرأة، وقال لهم أنا صحفي، باعتقادي كان هو همه يحمينا يعني، نحن كعائلة إنه فيه اثنين إخوة، ونحن إنه إذا اعتقل واحد بكفي، يبقى هو يمكن أن أخذ خطوة إنه أنا صحفي، النظام بس تقول أنا صحفي، يعني بيصير عنده فوبيا من هذا الموضوع، هن كنبيل كشخص، كاسم بيعرفوه، ولكن هن بيبحثوا عنه عن غيره، يعني في كتير ناشطين كان بيبحثوا عنه، نعتقلوهم يعني اتباعاً. سؤالي الأخير لك، هل استمريت بالأنشطة، أنشطة التوثيق ورفع التقارير، على الرغم من مصير إخوانك ونبيل؟ أكيد، أكيد، أنا أتقل إلي أخوين تانيين بـ 2013 شهر أربعة، واعتقلت إلي أخت بعض منهم، وظلينا مستمرين، نحنا كنا بدارية بالحصار، وطلعنا بالتهجير بعام 2016 بشهر أرب، كل المجموعة استمرت، يعني اللي ما استمر هو إما كان معتقل أو ستوشي، لأنه نحنا كنا عن نشتغل على الهدف، وكان وفاءاً لنبيل، واللي متل نبيل كل أصدقائنا وكل الشباب، أنه نستمر بهذا الخط اللي نحن فيه، شكراً، لا يملاعد لدي أي سؤال، ربما لجنة القضاء لديها بعض الأسئلة لك، شكراً. شكراً، هل من أسئلة من اللجنة؟ خطر إلى الدوني الخوف، يسرا سماوس يتعلم بالخطر إلى المعام الصقائ茸، وخطر إلى الدوني الخوف، النجوم الذيמןه جمعية كت далее نحن في التعليق، لا يملاعد لديك خطر، سفكر الناس العام، أود أن أعرف المزيد عن نوع المواد والتوثيقات التي كانت موجودة على كمبيوتر أو لابتوب أتبع لنبيل وهل يمكنك أن تشرح لنا بشكل إضافي إذن هل يمكنك أن تشرح لنا قريراً عن كيفية جمع المعلومات كيف تنقلونها وأين تنشرونها إذن هل يمكنك أن تشرح لنا مسار انتقال المعلومات إذن حين تطلقونها وكيف تتعاملون معها هل يمكنك أن تشرحها إذن كيف كنتم تعملون ولماذا كان عملكم بالغ الأهمية في ذلك الوقت شكراً المعلومات التي كانت على لابتوب نبيل هي النسبة الأكبر من مظاهرات دارية والحراك بسوريا بس بدارية أكثر يعني أي تظاهرة أو أي نشاط سلمي بدارية سواء النشاط ليلي اشغال شموع أو توزيع ورود أو تجهيز للنشاط أو جلسات حوارية كانت موجودة على لابتوب نبيل حتى في أشياء موجودة من قبل السورة هي جلسات نقاش هو والمجموعة والشباب ممكن تكون في فيديوهات من عام 2003-2004-2005-2006 يعني هو كل المجال أو كل الأنشطة السورية موجودة على لابتوب نبيل اللي أخذوا الأمن لوقت اعتقاله نبيل في شغلة تانية كان نبيل يشتغل معنا بلجنة إغاسية بدارية شكلناها بشهر تسعة يمكن للفين ودعش هي اللجنة كانت مهمتها كان نبيل له دور كبير فيها كانت مهمتها مساعدة الأهالي المعتقلين وأهالي النازحين في فترة من الفترات صار يجع دارية نازحين من حمص ومن مناطق حمص تشكلت لجنة كان نبيل موجود فيها وأنا كنت موجود فيها وكثير من الشباب كانت مهمتها تساعد هاي الأهالي ودعينهم بما إنه المعيل تباحهم محتقل يعني محتقل بمناطق النظام أو عندي النظام السؤال الثاني شو هو؟ ماذا كنتم تفعلون بالمعلومات؟ إذن كيف كنتم تحملونها على شبكة الإنترنت على مواقع إلكترونية؟ هل ترسلونها لشخص وهذا الشخص يقوم بنشرها؟ إذن هل يمكنكم أن تخبرنا كل المسار الذي صنع الأخبار باستخدام المعلومات التي تجمعونها؟ المعلومات كانت المهم وزعة كان فيه ناس مسؤولية التصوير ناس مسؤولية توسيق أي شيء من يعني من انتحاكات النظام ناس مسؤولية أنه توصل المقاطع لمكان معين يعني الناس مسؤولية ترفع هاي المقاطع وتمان اتجاه وناس كانت مسؤولية أنه تتأمن باقي الشباب يعني لأن أغلب الناس شكلين بدارية وبسوريا بشكل عام كانوا من بداية الحراك في سوريا ما يناموا ببيوتهم يعني فيه ناس كثير ومنهم النبيل ممكن كان شهرين وثلاثة وأربعة شهور ما يشوف والده وما يشوف والده يعني ما يصل لبيته لأنه بكونوا البيت مراقب إما بعنصر أمن أو بمسطلح بسموه يعني أحد الأشخاص متعاون مع الأمن بيخبر أنه هذا الشخص وصل على بيته بيجي النظام وبيتق له أول أمن أغلب الناس كانت ما تعد ببيتها كانت مهمة يعني فيه مهام متوزعة بالنسبة للتوسيق كان أغلبه يرتفع على صفحات السورة السورية صفحات محلية الأشخاص في بعض الأشخاص عندهم قدرة أنه بيرفعوا على صفحات عالمية المهام متوزعة كان نبيل له دور كبير بهذا الأمر لأنه هو بالأصل عنده خبرة بهذا الموضوع تبع التوسيق والعمل هل يمكنك أن تتحدث أكثر عن دوره مع الصحفيين المهنيين الآخرين؟ والسؤال الآخر كيف كان التدريب الذي حصل عليه نبيل ليتحول من ناشط إلى صحفي؟ السؤال الأول كيف ساعد الصحفيين المحترفين؟ وكيف أصبح صحفيا؟ فإذا كان ناشطا في البداية بحسب ما فهمت وبعد ذلك كان يوثق الأخبار مثل صحفي نعم نعم نبيل كان قليل من الأشخاص قليلين اللي يوثقوا الأخبار في الصحفي لذلك كانت الأشياء تجي لعنه لأنه يعني بسوريا بالحالة السورية كان كل شخص في بداية السورة هو صحفي وهو وهو بيكون ناشط إغاثي وناشط يعني يعني بيعمل بكل بكل الأشياء يعني ما في شخص إنه مختص إنه والله أنا مثلا اختصاصي صحفي لا هو بتلاقي مثلا ممكن الشباب الموجودين بأي مكان تلاقي الشخص بيشتغل بيشتغل بكل بكل الأشياء يعني يعني هو هو صحفي هو بيشتغل بعمل إغاثي هو بيطلع بيصور هو بيكتب هو بيرائب الأمن يعني كانت المهام المهام متوزعة يعني عن الجميع وما في واحد إنه والله خلاصين مهم بس بس نبيل اختص بهذا الموضوع لأنه هو كان عم يدرس أو عم يعمل دورات ويأوي حاله مشان يكون يعني يعمل شيء في بيوهات محصقة نبيل من مثلا اعتقال الشباب ضرب انتهاكات النظام مثلا حتى وقت اللي كان بعدرب المعتقل كان هو ينقل الحالة لبرة للناس حالة المعتقل يعني كان هو مثل شاهد حيا عن اللي عم يصير يعني بالمكان اللي هو كان دائما يحاول يوسط الانتهاكات أكثر ما يكون هو مصور لدي سؤال آخر بالنسبة للفريق الفني لا يمكننا أن نرى جيل على الشاشة هل لديكم اتصال معه هل يريد أن يطرح سؤالا الآن يمكننا أن نرى هل لديك أي سؤال كلا حسنا فإذا سؤالي للشاهد هو أولا شكرا جزيلا على هذه المعلومات وأعتذر لكنني سأطرح سؤالا محددا متعلقا بشهادة الوفاة التي قلت أنك تلقيتها عن إخوانك فإذا قلت أنهما كتلا في اليوم نفسه لا أعرف ما إذا كنت تقصد أنه تم التوقيع على شهادة الوفاة في نفس الوقت أو توفي في نفس التاريخ هل يمكن أن تشرح ذلك وما الذي حصل هل تم إعدامهما أعتدر على طرح هذا السؤال سأجيب على هذه الشغلة بس لحظة لنبيل اللي كان يصير أنه في كثير شباب من دارية وحتى بسوريا عموما كان بيوسق الانتهاكات أو بصور اللي عم يصير اعتقال الأمين ضرب ولكن أحيانا كثير بيكونوا هاي دول الأشخاص ما بيعرفوا بعض خوفا من الاعتقال وخوفا من حالة الأمنية بيكون في شخص هو حلقة من دارية يعني مثلا ممكن أنا يكون عموثق وشخص آخر بوثق وشخص تاني بوثق ولكن نحن لم نعرف أنه فنان بوثق ولكن في شخص حلقة وصل هو كان بدارية نبيل واحد من هذول الشخص بالنسبة لا اعتقال أخوتي أو لخبر استشهادهم لا نحن يعطونا شهادات الوصا يعطونا أنه تاريخ الإعدام أو تاريخ الإعدام بنفس اليوم يعني مو أنه مثلا نعطونا شهادات الوفاء بنفس اللحظة أمر الطبيعي أنه رح ناخد شهاد الوفاء تاريخ بنفس اليوم أما هن هن يقول أنه توفي بيوم كذا بتاريخ كذا هن مو بس أخوتي بنفس اليوم في أربع شباب آخرين من دارية يحيى شربجي شربجي إسلام دباس بنفس اليوم بنفس التاريخ كان شهادات وفاتهم وكل كانوا بس جن صيد نايا أنا في إلي أختاني اعتقل بال2013 بفرع ال215 هو يعني أخوين آخرين استشهد أمام أخي الآخر هو اسمه محمد محمد علي استشهد أدام أخي تاني يعني وقت تسربت صور قيصر كانت صورتهم من ضم الصور اللي تسربت يعني هدول المجموعة الأولى بالنسبة للسجن وصيد نايا إنه خمس أشخاص أو ست أشخاص أنا أذكر بنفس التاريخ بنفس اليوم عقوا شهادتي وفا شكراً على الإجابة على هذا السؤال الصعب شكراً هل من أسئلة أخرى من لجنة القضاءات كلا شكراً جزيلاً شكراً ياسر الشاهد التالي أسامة ناصر الذي هو موجود معنا شخصياً وهو منا الأمر التي ستنضم إليه عبر الإنترنت مرحباً وأهلاً وسهلاً بك شكراً لاندمامك إلينا هل يمكن أولاً أن تعرف عن نفسك للجنة وعلاقتك مع نبيل كيف التقيتم وكيف انتهى بكم الأمر بالعمل معنا سننتظر ميمونة مرحباً أنا أسامة نصار وأنا صحافي وناشط أنا زوج ميمونة هل هي معنا على الخط ستنضم إليك نعم عفو هل تبدأ هي نعم ممتاز تفضلي أو تفضل العقون أنا أعرف نبيل منذ الطفولة كان من أصدقائي عندما كنا طلاب ومنذ ذلك الحين هنا أتحدث عن التسعينيات فإذا بعد ذلك بدأ يطلق مبادرات وبدأ يأتي ويعرف عن نفسه للجميع كان يقول أنا نبيل أنا أعرفك أو أنا قرأت بعض المقالات التي كتبتها وأنا معجب بأمر فعلته ولكن بعد ذلك بدأ دراساته الجامعية أولا لم يدرس الصحافة بدأ بدراسة الزراعة والهندسة ولكن بعد ذلك قرر أن ينضم إلى كلية أعلام دمشق لأن هذا كان طموحه وشغفه فإذا تخرج كصحفي تقريبا في عام 2006 أو 2007 هل يمكن أن تقترب من المايكروفون لمساعدة المترجمين نعم عفو شكرا فإذا أعرفه لأنه كان طالب صديقي وبعد ذلك طالبي وأصبح بسرعة صديقا مقربا إلي كان يسكن في نفس الحي نفس الشارع فإذا كان جاري وكنت راه عندما كان يتجول ويعود إلى منزله وأيضا كنا مهتمين بنفس الأمور الصحافة والعمل الناشط سمعنا اليوم وكنت أريد أن أطرح عليك هذا السؤال فإذا اختيار المقاومة غير العنيفة فإذا سمعنا هذا المصطلح ولكن كانت الاستجابة مقاومة عنيفة هل يمكن أن تشرح ما إذا كنت مهتم بهذا الخيار والحوارات التي أجريتها مع نبيل عن سبب اختيار هذا المصار السلمي نعم لحظت أن هناك سوء فهم في هذه المحكمة بين العمل النشطاء والصحافة بالنسبة إلينا في سوريا من الصعب أن نفرق بين هذين المجالين المنفصلين عادة في الحياة اليومية أو حول العالم ولكن في سوريا عندما تعمل في الصحافة أنت إما جزء من بروباجندا النظام وتنسخ ما يقوله النظام أو تكون ناشطا لا يمكن أن تعمل في الصحافة ربما يوم أمس قال أحد الشهود أننا يمكن أن نتحدث عن الفن أو الأمور المختلفة عن السياسات ولكن حتى هذه المساحة غير مسموح بها في سوريا لم تكن مسموحة والآن ليست مسموحة أيضا فإذن كان لدينا ثلاثة صحف فقط واحدة إثمها صحيفة البعث هذا هو الحزب الرئيسي في سوريا والصحيفة الثانية هي تسمى صحيفة الثورة وهي منذ العام ثورة 1963 وبعد ذلك الصحيفة تم تأسيسها على أيام حافظ الأسد فإذن كل شيء متعلق ببروباجندا النظام ولا يمكن أن نكون صحفيين فإذن أنا صحفي وأنا يمكن أن أطرح الأسئلة ولدي حصانة هذا لا يحصل في سوريا عندما تكون صحفي أنت أنت ناشط حتى ولو أردت أن تتحدث عن الفنون أو بعض الفنون الجميلة فإذن فإذن فيما يتعلق ببعد العنف فإذن طلقيتم رد عنيف من قبل النظام لأن هذه كانت استجابة النظام تقليديا نعم نبيل على سبيل المثال قرر أن يصبح صحفيا فإذن هو ناشط ولكنه التزم بالأسلوب غير العنيف فهو ناشط غير عنيف ناشط سلمي ولم يرغب في أحداث انقلاب أو قتل النظام أعضاء النظام ولكن نبيل أراد أحداث تغيير سلمي حتى قبل بداية الثورة السلمية في العام 2011 صديقي أوسامة قال أيضا أنه كان يتبع النهج السلمي مثل غاندي ونالسون مندلا وعبدالغفار خان وغيرهم من المفكرين ومناصري المسار السلمي وهو أيضا حضر تدريبات متعلقة بالتغيير غير العنيف في العام 2008 أو 2009 هل كان هذا النهج شائع في صفوف الشباب ومجموعة الشباب في دارية وحول دارية نعم ربما في دارية كان ذلك شائعا لأنه كما ذكر أصدقائي كنا مجموعة من الناس يتبعون مصارا سلميا ويمارسون النشاطات السلمية وغير وغير العنيفة منذ أواخر التسعينيات وبعد ذلك في العام 2002 نظمنا أول مظاهرة غير مرخصة في البلدة منذ الخمسينيات وفي العام 2003 كمنا مجددا بتنظيم مشروع يتضمن أربعة أنشطة بما في ذلك مظاهرة سلمية وذلك بهدف الاعتراض على غزو العراق في العام 2003 وأيضا نشاط آخر يتعلق بتنظيف الشوارع ومجموعة درية معروفة بهذا النشاط نحن ننظف الشوارع ونحن نفتخر بذلك ولهذا السبب تم توقيفنا بعد بضعة أسابيع فإذا هذه الأنشطة حصلت في ربيع 2003 في زمن غزو العراق وفي شهر أيار مايو مثل هذا الشهر في العام 2003 تم توقيف أكثر من 24 شخصا بما في ذلك استجواب أصدقائنا الذين كانوا محظوظين بعض الشيء أو تم استجواب الأشخاص المحظوظين الذين لم يتم توقيفهم فإذا أيضا كان هناك الكثير من التعذيب وسوء المعاملة كل ذلك حصل من قبل النظام فقط لأن بعض الأشخاص قرروا تنظيف أحيائهم و قال بعض الناس نحن لا نتلقى الرشاوة ولكن نا لم نطلب من أي شخص عدم تلقي رشاوة فإذا نطلب من الناس عدم دفع الرشاوة ولا نتقبل الرشاوة فإذا كانت هذه الأنشطة الأربعة وتم توقيفنا بسببها وتم إعطاؤنا تسمية لبقية حياتنا بعد ذلك كان هناك محكمة أو مثلنا أمام المحكمة العسكرية محكمة الميدان العسكرية وكان هناك حظر على السفر مفروض على بعض الأشخاص وحتى عندما تم إطلاق صراح هنا طلب مننا كانت الفروع الأمنية تستجوبنا بشكل متكرر فإذا أنتم كمجموعة وكأفراد كنتم ناشطين جدا منذ أول عملية التوقيف في العام 2003 والانتفاض الكبير في العام 2011 هل يمكن أن تصف هذه الفترة بينهما لست جيدة في الرياضيات ولكن فترة السبع سنوات ربما ما الذي حصل وصولا إلى العام 2011 نعم شكرا بالنسبة إلينا أصبحنا معروفين بعد توقيفنا من قبل ناشطين آخرين في سوريا خصوصا في دمشق وبدأنا نتواصل عفوا فإذن بدأنا نتواصل مع ناشطين آخرين لحظة لنحل المشكلة نعم يمكنك أن تتابع فإذن قبل أشهر على الربيع العربي بدأنا بالنقاشات مع بعض أصدقائنا في داريا وأصدقاء آخرين في أتل وهو حي آخر في دواحي دمشق وبدأنا نتحدث عن التغييرات التي نطمح إليها وعن سير الأمور في سوريا في المستقبل القريب ولكن قريبا بعد بدء الربيع العربي في تونس والدول الأخرى بدأنا نطرح السؤال التالي هل سيحصل ذلك في سوريا أيضا هل سيكون هناك ثورة في سوريا بعد عدة جلسات وبعد عدة نقاشات توصلنا إلى أو مجموعتنا توصلت إلى هذا الاستنتاج أن إطلاق ثورة في هذا الوقت القريب جدا أو في هذا الوقت المبكر ليست فكرة جيدة ولكن الثورة أو سيكون هناك ثورة وعندما تحصل الثورة نعرف الجهة التي سننتمي إليها نعم تفضلي مرحبا سيدة فإذن كيف التقيت بنبيل وعلاقتك بنبيل وما الذي كنتم تفعلونه لا يمكننا سماعك بطريقة جيدة هل يمكنك أن تتحدث مجددا هل يمكنكم سماعي هل أعرف عن نفسي أولا نعم تفضلي اسمي ميمونة العمار وأنا ناشطة ومدافعة عن حقوق الإنسان مع أكثر من ثماني سنوات من الخبرة في العمل الاجتماعي وعدو أيضا في منظمة غير حكومية وأنا شاركت بتأسيس حركتنا في أبريل من العام 2007 وبدأنا بالأنشطة وركزنا على تنظيم الاحتجاجات والاعتصامات بالإضافة إلى الاحتجاجات السلمية واثنين من أخواتي خضعا للاختفاء القصري أعتذر ولكن هناك صدى في الصوت فإذا ما جمعني بنبيل كان حبا فإذا كان صديق مقرب من زوجي وحبيبي والتقيت به في سبتمبر من العام 2008 قبل ستة أشهر من زواجي بأسامة وكنت أدرس التكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر في جامعة دمشق وقال لي نبيل في أول حديث لنا أنه في السنة الثالثة ويدرس الأعلام من نفس الجامعة بعد تخرجه من معهد الزراعة فإذا كنا في شهر رمضان وبالإضافة إلى دراساته قال أنه كان يعمل في النجار أيضا فإذا كان يعمل بجد وعلاقتنا تطورت منذ ذلك الحين بعد زواجي وانتقالي إلى مدينة دارية كان يزورنا في منزلنا وغالبا ما خرجنا معا والتقينا كجزء من مجموعة أصدقاء كبرى في المدينة وكنت على تواصل يومي تقريبا بنبيل خلال هذه الفترة ونبيل أصبح صحفيا محترفا من خلال دراساته الأكاديمية وتدريبات المهنية من قبل معهد تقارير الحرب والسلم وهو أيضا تشارك معه أهم أعماله من العام 2010 وكان كتب تقريرا عن مبادرة شبابية عن حملة تنظيف وكان هو في البردة وكان قد وثق هذا النشاط على مدونته التي كانت نشطة جدا وأيضا تشارك مصادر قليقة لكن المتعلقة بالقمع وضرورة التغير الاجتماعي وما جمعني بنبيل كان مبني على القيم واحترام كرامة الإنسان ومعارضة كل أنواع الذل والممارسات غير الإنسانية سواء من قبل الهيئات النظامية أو المجتمع وفي بداية الانتفاضة في الربيع العربي عندما بدأت في تونس أنا ونبيل كنا نتابع بشكل وثيق ما يحصل وحضرنا عدة اجتماعات شبابية في دمشق وفي دواحي دمشق لنتشارك مشاغلنا وأيضا لأننا نرغب بإحداث تغيير اجتماعي ومع تصاعد العنف في ليبيا والفضائع ضد المدنيين نبيل أسامة وآخرون وأعتقد أن حنان كانت هناك أيضاً تضامنوا أمام سفارة ليبيا في العام 2011 ولكن كوات الأمن هجمت علينا بقنابل غازية وشتمتنا أيضاً واستخدمت أفضع الكلمات عفواً هل كان هذا الاعتصام الذي حصل في مارس من العام 2011 نعم كلا حصل ذلك قبل مارس حصل ذلك في فبراير من العام 2011 فإذا أنا كنت أريد أن أكون معهم في ذلك الوقت ولكن بما أننا نعيش مع حماتي وأنا كنت حامل في ذلك الوقت فإذا كانت قلقة ولم ترغب أن أذهب إلى هناك ولم أرغب في إزعاجها ولكن بعد أسابيع في الخامس عشر من شهر آذار مارس مئات السوريون نزلوا إلى الشوارع في دمشق وكانوا ينادون بالحرية وبدأوا يطلبون يطالبون بكرامة الشعب السوري ومنع ذل الشعب السوري وفي اليوم التالي في سادس عشر من مارس حماتي لم تكن في المنزل كنت محظوظة فإذا انضاممت إلى الناس في الشارع للمرة الأولى وكنا أمام وزارة الداخلية تضامنا مع السجناء وكنا قد نظمنا هذه المظاهرة منذ أسابيع قبل ذلك والتقينا أنا وأسامة وحنان ونبيل وصديقنا محمد مطر الذي توفي فإذا التقينا في الساحة بأصدقاء بعد عدة ترتيبات ولكن قوات الأمن كانت تعذب وتضرب المحتجين وأيضا تأخذهم للاحتجاز وللتوقيف وبعد بضعة لحظات أحد الكوات الأمنية أتى وراء نبيل ووضع يديه وراء ظهره لحظة ما كان دور مجموعتك ودور نبيل خلال هذا الاعتصام عفوا فإذا ما كان دور مجموعة أصدقائك وزملائك ونبيل بشكل خاص خلال هذا الاعتصام نعم كنا نشارك ونقف مع أشخاص آخرين وأعتقد أن نبيل كان من الأشخاص الذين نظموا الترتيبات لهذا الاعتصام قبل أسابيع ولكن أنا أعرف من هم العالميين السريين والعالماء السري وبسبب وجود حماتي كنت أفكر أنني لم أتمكن من الخروج ولكن كنت محظوظة لأنها لم تكن هناك في ذلك اليوم إذن حصل توقيف نبيل في وقت لاحق وإذن وضع أحد ضباط يدي نبيل وراء ظهره وربطه ودفعه ليمشي أمامه وقال أصدقاؤنا الآخرون ماذا فعل إذا كان فعل أي شيء خاطئ فأريد أن أربط معه فقلنا جميعا نحن كلنا سوف نذهب معه ومشينا كلنا إلى المكان الذي كانوا يقودونه إليه وهو محل للحلاقة وأخذونا إلى الفرع فرع 220 الاستخبارات وأعتقلوا الذكور والإناث وفصلونا وتم تفسيشنا وتحقيق معنا بشكل منفرد وهددني الضباط وأذلوني لفظا ولكن لم أضرب ولكن نبيل ضرب وعذب في ذلك الوقت سوف أقاطعك للحظة أعتقد أن السيد دسار قد أعتقل مع نبيل في ذلك الوقت هل يمكنك أن تقول لنا ماذا حصل عند هذا الاعتقال نعم 16 أذار 2011 كان هناك دعوة لأعتصام أمام وزارة الداخلية بتعاون مع أشخاص كانوا في وقت سابق مضربين على الطعام إذن كانوا مع عائلات هؤلاء السجناء الذين كانوا مضربين على الطعام ودعت هذه العائلات إلى هذه الأعتصام كانت حوالي عشرة أيام قبل السادس عشر من أذار قررنا أن نجتمع ونضم إلى الأعتصام وهذا الظاهرة ذهبنا إلى هناك زوجتي وأصدقائي وأنا ويحيي شربجي وهو أحد أصدقائنا كان هناك قبلنا واتصل بي خمسة عشر دقيقة قبل أن وصلنا إلى هناك وقال لقد أتى بعض ضباط الأمن وأخذ كاميرتي وربما سوف يتم احتجازي أو اعتقالي الآن إذن أخذوا كاميرته ورأوه يصور ما كان يحدث لأن الصدام كان قد بدأ قبل واقع موعد الاعتصام كان الوقت المقرر هو الساعة الظهر ولكن عند الحديث عشر والنصف وصلت قوة الأمن وفي العلامة كانوا موجودين هناك في الساحة قبل يوم من الاعتصام إذن الشبيحة والضباط الأمن كانوا هناك وكما قالت ميمونة في الخامس عشر من أذار كان هناك التظاهر المشهورة في الحامدية في دمشق والتي تعتبر نقطة اشتعال الثورة وفي الخمس عشر من أذار نبيل وأنا كنا نزور صديقا لنا بالقرب من دارية وبصراحة نحن لم نصدق أنه سوف يكون هناك ثورة بهذا الوقت المبكر لأنه كان هناك فقط دعوات للتجمع والتظاهر في الخمس عشر من أذار وربما اعتقدنا أن هو لن يحدث أي شيء إذن كان هناك دعوة في الرابع من أذار والخامس من أذار ليوم من الغضب في سوريا ولم يأتي أحد فإذن اعتقدت أنه في الخامس عشر من أذار لن يكون هناك أي أحد ولكن المفاجأة تصلت ميمونة وقالت لقد بدأت إذن كانت متصلة بالإنترنت وأنا كنت في الشارع مع نبيل ووضعت جوالها أمام اللابتوب فسمعت صرخات الناس المتظاهرين في الحمدية وكانوا يقولون أو أحد الصرخات كانت أين أنتم أين أنتم أي سوريين شعرنا بإحساس مختلف وجديد جدا إذن نحن سوريون ولسنا هناك في المظاهرة فقررنا أنا ونبيل أن ننضم إلى هذه التظاهرة فرقدنا إلى هناك ووصلنا إلى السوق الحمدية الشهير طبعا والقديم هو السوق القديم في وسط دمشق ولم يكن هناك أي شخص باستثناء المخابرات فكل أصحاب المحلات كانوا متفاجئين أعتقد أن هذا المكان هو الأكثر زحمة في سوريا ولكن كان المشهد يبدو لأن الأمور متجمدة والجميع ينظر إلى بعضه البعض وبالطبع المخابرات لديهم مظهر مختلف فنعرف من شكلهم هذا شخص عادي وهذا شخص آخر إذن وصلنا إلى جامع الأمويين لأن فيديو يوتيوب الأول كان يدعو إلى تجمع آخر أمام الجامع الأموي وهو في نهاية السوق الحميدية إذن وصلنا إلى الجامع ولم يكن هناك أحد باستثناء الشبيحة وأشخاص خائفين مثلنا إذن لا يمكن هناك أي تظاهرة بالنسبة إلينا في ذلك اليوم فعدنا إلى المنزل وفي طريقنا إلى المنزل فلنطفق أين صفنا لتجمع في الصباح التالي لأن نكون في الخمس عشر من آذار ووزارة الداخلية واعتصام وزارة الداخلية كان في اليوم التالي فذهبنا إلى هناك لأنه كان في طريقنا إلى المنزل ساحة المرجى كانت حركة الشارع الطبيعية أو عادية باستثناء ثلاثة أو أربعة طباصات كبيرة مع جنود موجودين في داخلها وهم جاهزون للقتال لقتالنا في اليوم التالي حين أتينا في اليوم التالي كانوا هناك قبلنا وكانوا جاهزين لهذه المعركة لا أعرف كيف شحنوهم شحنوهم ذهنيا فقالوا لهم أن بعض الخوانة سوف يكونون هناك غدا وأنتم مسؤولين عن قمعهم وهذا ما حصل بالفعل في السادس عشر من آذار اتصل يحيى وقال أعتقد أنني سأعتقل ولكن كل ما هو علي حاليا هو جوالي وسوف تفقدون الاتصال بي قريبا وأتصلت بصديقي الآخر وهو كان من المنظمين أو عفوا كانت من المنظمين فسألتها أين أنتي فقالت تعالى نحن هنا وبدأت أسمع السرخات من الجمهور إذن حين وصلنا إلى الساحة لننصر إلى مكان التجمع بعض ولكن من الجهة الثانية من الساحة كان هناك تظاهر من قبل من مناصري النظام وكانوا يصرخون من أجل بشار الأسد أو يصحون بشار الأسد ولكن من الجهة الأخرى أو من الجهة الأخرى من الساحة كان هناك تجمع وصيحات أخرى وهذه الصيحات كانت الله سوريا حرية إذن الله سوريا حرية وبدأت جهة الأخرى تقول الله سوريا بشار وبس الله سوريا بشار وبس وبدأوا يقمعون هذه الثورة هذه تظاهرة وبدأوا يعتقلون الجميع إذن كانوا يتعاملون مع الناس بقسوة وبعنف ويضربونهم بما فيهم أحد أصدقائي أحد صديقاتي لم أكن أعرفها في ذلك الوقت وهي امرأة شاب وكانوا يضربونها كان سبعة أو عاشر جنود يضربونها حاولنا أن نخرجها ولكنهم أخذوها على أي حال وأخذوا صديقة أخرى لنا وهي كانت معنا كنا نحاول سحبها نحونا من أجل محاولة أن نهرب ولكن قال الرجال إذن سألونا هي أختها فأخذوها ورحلوا في هذه اللحظة نبيل كان أمامي فقال فسمعته ينادي يقول أسامة هم يأخذون أني فأمسكت ميمونة يده وحاولت أن تشده نحونا وهم كانوا يشدون إلى الجهة الأخرى وبالطبع كان عددهم أكبر فأنا أمسكت يد ميمونة وهي كانت نصف الاتصال بيننا وقالت إذا ستخذه سأذهب معه فقالوا لا أنت غادري ورفضت فطلبوا مني أن أغادر فقلت لهم إنها زوجتي فقالوا لها مرة أخرى خذ زوجك ورحلي فقالت لا أريد النبي أن يأتي معنا فرفضوا وأنا رفض طبعا فذهبنا كلنا إلى ذلك إلى محل الحلاقة هذا وبعدها انضم إلينا أصدقاء آخرون في ذلك محل الحلاقة وضعنا في فان المدني أو آلية مدنية وأخذونا إلى الفرع منطقة 2222 عفوا إذن أنا كنت أعرف هذا الفرع من قبل أصمأ وأنا أعتقلنا في هذا الفرع نفسه كنا قد أعتقلنا في ذلك الفرع منذ ثمائية سنوات وحين عدنا إلى هناك بعد ثمانية سنوات أخذونا تحت الأرض هناك نفق ندخل عبر نفق من أجل وصولي إلى حجر الاعتقال إذن حين مررنا بهذا الطريق مرة أخرى بعد ثمانية سنوات شعرت وكأن الوقت لم يمر هنا وكأن وكأننا ما زلنا في العام 2003 الصور نفسها والمصاقات نفسها لباسر الأسد وهو الشقيق الأكبر لباسر الأسد وكان يفترض أن يكون أخ هو رئيسنا ولكنه توفي قبل ذلك إذن صورته على حصانه ومصاقات حافظ الأسد نفسها إنها نفسها لم يستبدلوها حتى إنها موجودة هناك على الجدار وخسرت لونها قليلا إذن ذهبنا إلى الحجر الاعتقال أو الغرف في البداية كنت في الحجرة نفسها مع نبيل وصديقين آخرين إذن في الواقع صديق أعرفه وصديق جديد لم أعرفه قبل ذلك الوقت وبعدها بعد ساعة فصلونا كل شخصين في حجرة واحدة ففي البداية فصلوا الرجال عن النساء كم أمضيت في السجن لقد أمضينا الليلة هناك وفي اليوم التالي أخذونا للاستجواب وفي مساء اليوم التالي أي سبعة عشر أذار أخذونا إلى المحكمة وكان الأمر مختلفا بالنسبة إلينا فأنا كنت تعتقلت ثلاثة مرات قبل تلك المرة لأن كنت أنظف الطرقات وما إلى ذلك إذن طوال الوقت كنت أعتقل ويتم يطلق صراحي من فرع الأمنية ولكن كانت هذه المرة التي تم تحويل بها إلى المحكمة فإذن كانت هذه خبرة مختلفة لأن الشرطة المحكمة هم أشخاص مختلفين هم أشخاص عاديين يقومون بعمرهم المكتبي وهم مختلفون عن المخابرات فإذن كان هناك تغيرا هنا بين العالمين أو انتقال بين العالمين فنحن لم تصم عيننا هنا وكاننا يمكننا أن ننظر إلى من يتحدث معنا أعطونا الطعام وتكلم معنا وأسمونا بأسمائنا فنبيل وأنا بالمناسبة هذا التقرير المحكمة من القاضي الأول الذي استجوبنا في تلك الليلة كان الوقت هو الليل ساعة العشر مساء هل يمكن أن تشرح لنا المحكمة قليلا هل كان هناك قاضي ومحامين والساعة طبعا كانت الساعة تقريبا تاسعة مساء ووقفنا في الصف بانتظار المحكمة بانتظار القاضي وقالوا لنا أنه عادة ليس هناك أي قاض بعد الساعة الثانية أو الثالث بعد الظهر فإذا أعتقد أننا سوف نمضي الليلة هناك ولكن عند الساعة التاسعة بدأ يأخذونا كل شخصين معا إلى القاضي الذي كان في طبق أعلى في قصر العدل في دمشق وتفاجأت وتفاجأت أيضا أنه كان هناك محامين وهم أصدقاؤنا بما فيهم رزان زيتونة وأصدقاء آخرين وكانت وكانت رزان صديقتنا وكانت من منظمي الاعتصام أمام وزارة الداخلية لم تعتقل ولكنها أتت حضرت كمحامية في اليوم التالي مع خمس أو ست محامين آخرين عفوا على المقاطعة هل سألتها كيف أصبحت محاميتك بالطبع لقد تبعتنا إلى المكان الذي أخذنا إليه وتابعت كل المعتقلين حتى قبل الثورة هذا ما تفعله هي أصلا فهي كانت توثق كل معتقلي الضمير في سوريا منذ التسعينيات فإذا تبعونا وعرفوا بطريقة أو بأخرى أنه تم تحويلنا إلى المحكمة وأمض اليوم بانتظارنا للمثل أمام هذا المقاضي من أجل الاستجواب وفي الليل عند الساعة العاشرة تقريبا أتى دوري ولكن هناك شاب آخر معي لم أعرفه من قبل وهو اسمه موجود على هذه اللائحة وهو واحد من هؤلاء الأشخاص هناك 32 شخص من الرجال والنساء والتهمة والتهمة هذه ليست لغة عربية باللغة أسادية باللغة أسادية الحظ على النزاع بين عناصر الأمة باللغة أسادية والمواد كانت 307 و305 إذن تمت إدانتنا بموجب هذه المواد وفق المرسوم الوصف الجرمي من جرم النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي وتعكير صفاء الأمة هذا مضحك ليس كذلك ماذا حصل بعد تقديم هذه التهم إذن وقبل ذلك في فرع 2227 لا أعرف كم كانت السعر وكان منتصف الليل نادوني ورأيت ميمونة مرة أخرى وسمح لي الضابط أن أعانقها قليلا لأنه منعني أيضا من الحصول على معانقة حقيقية فقال لن أسألك لماذا أنت هنا لن أسألك عن التنظيم العميق والأموال التي تدقتها بالطبع بالطبع نحن لم نحصل على أي أموال لكو يومي بأي شيء ولكن قال لي سأطرح عليك السؤال واحد لماذا جلبت أمرأة جميلة مثل هذه إلى أمرأة حامل عفوا إلى كفاح كهذا وقلت له نحن لم نكن هناك لنحارب وأنا لم أجلب أحد بل أتت من طلقاء نفسها فسألوا هل هذا صحيح فقالت بالطبع أنا جلبته إلى هنا مرة أخرى لقد سأل من جلب من فقلت أنا كنت أرتدي ملابسي فقالت أريد اندمام إليك فقال هلت لها أهلا وسهلا بك تفضلي فأتينا إلى هناك فقال لي الشاب الآخر قال بتهكم فقال لديك دموقراطية في المنزل فقلت له لو لم يكن لدينا دموقراطية في المنزل لما كنا طلبنا بديموقراطية في الشارع فتوقف عن المزاح وقال فقط لأننا بشر لأننا جيدين وطيبين معكم سوف نغض نظر عن جريمتكم وخطائكم فالبشر يقارفون على الأخطاء فأنتم مثل أطفالنا أولادنا وسوف نطلق سراح وجوجاتك في الوقت الحالي لأن سيادة اللواء اقترح إطلاق سراح المرأة الحامل فطلب من شاب آخر إذن الآن سوف تشهد على أنها تغادر وتذهب إلى منزل ورافقها فإذن حمل الهاتف وطلب سيارة أجرى مع شخص جيد ومحترم وأصر أرسلوا إلي شخص محترم وجيد وأتى شخص فطلبت منه أرجو أن ترسيلها وحدها لأريدها أن تذهب مع هذا الشاب الطيب ولكن غادرت وفي اليوم التالي كنا في المحكمة وهل تم أطلق سراح كن في اليوم التالي تم اعتقالنا إذن هذا القاضي الطيب أرسلنا إلى السجن السجن عذرة السجن عذرة المركزي حيث استقبلنا السجناء الضمير آخرين وهم بعض أصدقائنا وكاننا مفترض بنا أن نقوم بهذا الاعتصام من أجلهم فانضممنا إليهم وأصبحنا كلنا سجناء الضمير وانضممنا إلى إضراب عن طعام معهم كم أمضيتم في السجن في ذلك الوقت أطلق صراحنا بحلول نهاية شهر آذار بسبب هذا العفو لأنه فيما كنا في السجن كان هناك عفو وأطلق صراحنا وأعدون أن كل الشيء سيكون على ما يرام وبالمناسبة الأوراق الثلاثة التي ذكرتها وصفونا إذن وصفونا إذن وصفونا مندسون أدخلوا إلى مظاهرات ضد بشار الأسد وبعض هؤلاء المندسون ظهروا وأضروا بهذا التناغم هل كنت مع نبيل خلال هذه الفترة هل تمت إساءة معاملتك وتعذيبك في أذار في السجن هذا يعتمد على سوء المعاملة والتعذيب لقد تمت سوء المعاملتنا نعم وكان هناك بعض التعذيب ولكن ليس أمر نسبي ولكن مقارنة مما حصل بعد ذلك كان هذا لا شيء بمثابة نزهة طبعا سرحنا بعد أسبوعين وكلنا مشي ولكن نعم تم وضعنا في خلايا داكنة جدا وفي ساعات الليل في زنزانة عفوا وخلال الليل أخذوا البعض منا وبدأوا بضربنا بالقرب من الزنزانات فإذا كنا نستمع إلى صراخهم وهذا السؤال لكم فإذا بين عمليات التوقيف هذه والتوقيف الثاني لنبيل والأخير في العام 2012 كيف يمكنكم أن تصفوا العمل والأنشطة والمشاركة وتكثف الأنشطة يمكن أن تصف هذه الفترة ربما يمكنك أن تجيبي على السؤال نعم شكرا جزيلا على وصف الأحداث أو الحوادث بكل هذه التفاصيل لم أدخل في التفاصيل لأنني ذننت الوقت يداهمنا ولا يمكن الدخول في التفاصيل ولكن أريد أن أعطيكم لمحة عامة عن يوم الأربعة السادس عشر من مارس عندما جلب أوساما أو عفوا مدير أو رئيس ضباط الفرع الأمني هذا كان من نفس المحافظة من درعة وهذه بلدة منشأ وكانت هذه صدفة وكنا محظوظين أنها كانت بمجرد نزهة وكان هذا اليوم الثاني من الانتفاضة وكانوا يريدون استيعاب غضب الناس وكانوا يريدون أن يهدئوا الناس كانوا وحشيين في الشوارع ولكنهم عاملون بطريقة مختلفة جدا داخل الفرع على الأقل أنا أتحدث عن نفسي وعن مجموعة النساء أو على الأقل بنسبة إلي شخصيا ولكن أني أعلم أن بعض الرجال المحتجزين من نفس المجموعة ضربوا وتم تعذيبهم ولكن نسبيا كان العنف أقل مقارنة بما حصل في وقت لاحق من الاحتجاجات عندما جلبوا أسامة عفوا عندما طلبوا عندما دعاني رئيس ضباط هذا الفرع إلى مكتبه مرتين في المرة الأولى قال لي لا أعتقد أنك فعلت ذلك عن قصد وكان يحاول أن يعرب عن حزنه لأنني كنت مشاركة في هذا النوع من الأحداث وفي المرة الثانية بعد ذلك فإذا أولا تدخلون إلى مدخل أو من مدخل السجن وهناك مدخل ثان وبعد ذلك هناك سجادة حمراء وهناك هناك مصعد أو أدراج وبعد ذلك دعاني مرة ثانية وقال لي ما الذي ستقولينه عندما يتم إطلاق صراحه ستقولين أننا سمحنا لك بشرب المياه وغسل وجهك وسمحنا لك بالصلاة قلت له نعم سأقول ذلك للناس ولكنني أيضا سأقول لهم كيف عملتم الناس بوحشية وكيف سحبتم الناس من الأرض وقمتم بتعذيب الناس وأرادوا تهديدي لتخويفي وبعد ذلك دعاني الضابط مجددا وهذه المرة كان أو كشف عن وجهه أزال القناع وأصبح يتحدث بلغة تهديد وكان يدعي أنه يتحدث مع شخص على الهاتف من سجن دومة للنساء وكان يسأله هل لديك مساحة فارغة هناك هناك امرأة نريد أن نرسلها إليكم وبعد ذلك التفت إلي وقال لي بطريقة متعجرفة ظننتي أننا لا نرسل نرسل النساء إلى السجن أو النساء الحاملة طبعا يمكننا أن نفعل ذلك ويمكن أن نأخذك إلى سجن دومة هناك أمرأة يمكن أن تساعدك هناك ويمكن أن تولدي طفلك أيضا هناك وكان أيضا كان أيضا يقول كلمات بزيئة أو شتائم وكان يحاول أن يزلني لا أتذكر الكلمات الدقيقة ولكن يمكن للجميع في سوريا أن يحذروا هذه الكلمات بسهولة وعندما طلبوا من أسامة رؤيتي عندما قرروا إطلاق صراحي أنا صدمت عندما رأيته عندما أتى إلي كان حافي القدمين وكانت هذه صدمة بالنسبة إلي لأن الأرض كانت باردة ولم يرتدي سترته ولم يرتدي نظاراته وأنا لم أتخيل أنه سيأتي بهذه الطريقة أو بهذا الشكل وعندما دخل الغرفة مسح عيونه وكان من الدموع وكان من الواضح أنه من الواضح أنه كان معصوم العينين وكان وفتر ذلك قلبي وبعد هذا المساء تم إطلاق صراحي في نفس ذلك اليوم في الفترة المسائية ولكن أسامة والآخرين تم نقلهم إلى سجن آخر كانت الساعة التاسعة مساء عندما قالوا لي أنه تم نقلهم إلى سجن آخر نبيل أسامة وأصدقاء آخرون أضربوا عن الطعام حتى تم إطلاق صراحهم بعد أسبوعين وفي ذلك وفي ذلك الوقت كانت التظاهرات قد بدأت في محافظتي في درعة بالإضافة إلى مناطق أخرى وحول دماشق وحمص والكثير من المقاطعات الأخرى كانت المظاهرات السلمية تواجه بإطلاق النار في الكثير من الأحيان وتم توقيف العشرات ومدينة درعة أيضا ضربت بدبابات الجيش السوري وكانت هناك حملات توقيف في المدن أولا في مدينة الدرية أو بدأت هذه الأنشطة في مدينة الدرية حيث كنت أسكن وفي الأول من شهر يار مايو من العام 2011 تم قصف منزلنا وتم دخول عشرات قوات الأمن إلى المبنى الخاص بنا للبحث عن أسامة ونبيل لم يألو جهدا لمعرفة ما كان يحصل في درعة وكان قد بدأ يكتب عن حالات التوقيف الاعتباطية وأنا انضممت إليه وإلى عماله بعد توقيف أسامة في ذلك اليوم وتابعت حملات التوقيف وتابعت التفاصيل وقابلت شهود عيان وأفراد أسرة الأشخاص المحتجزين وأيضا المحتجزين الذين تم إطلاق صراحهم وأول شهر من الاعتصام أيضا أو في هذا الشهر تم توقيف اثنين من إخواني وأبي وبعض أفراد أسرتي وكنت أخاف من فقدان زوجي تخيل فيما أولد وأتوجع لولادة طفلي وتم أطلاق صراحي عندما كانت ابنتي عمرها سبعة عشر يوما ولكن هذا لم يخفف من حماسي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وكانت تحصل هذه الانتهاكات كل يوم كنت أعمل من وراء شاشة الكمبيوتر لأتمكن من فعل ذلك من دون أي عراقية الاجتماعية لأنني امرأة كان علي أن أنشئ حسابا آخر مع اسم مستعار اسم رجل وهذه الشخصية الافتراضية أصبحت معروفة لدى كل الشباب الذين شاركوا في الانتفاضة في داريا وهذه الشخصية أيضا كانت محترمة من قبل الجميع بفضل الجهود بالإضافة إلى الردات فاعل هذا الشخص لكل واستماع هذا الشخص لكل مشاغل الشباب وأيضا تواصلت مع محامين سوريين لمتابعة قضايا أشخاص في سجن وأيضا وفرت الوثائق لمنظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش وأمنيستي انترناشنل وبعد ذلك كنت أبقي سجلات الأشخاص المفقودين والمختفين وبعد ذلك حصلت مجزرة داريا في أب أغسطس 2012 وعندها أنا وثقت كل الانتهاكات ما حصل لكل هذه الوثائق التي جمعت هل خزنتيها أو هل استخدمت بطريقة مفيدة نعم الوثائق أصبحت مصدرا موثوقا للمنظمات المحلية والدولية مثل مركز الانتهاكات في سوريا هو تعاون بشكل مستمر ومتواصل معهم وهم أيضا اعتمدوا عملنا في وثائقهم أيضا منزلي في داريا أيضا اكتحمة من قبل قوات الأمن في نوفمبر 2011 بحثا عن أسامة كنت لوحدي مع طفلي بعمر خمسة أشهر وقاموا بتوقيف أخي في نقطة التفتيش وأجبروه على أخذهم إلى منزلنا وبعد ذلك هددوا بي خطف طفلي إذا لم ليسلم زوجي نفسه إليهم وبعد نقاشات قرروا تركي وأخذوا أخي وهددوا بأنه سيعود جثمانا وأنا غادرت المنزل مباشرة بعد ذلك وشعرت أنني على لائحة المطلوبين وأنا وأسامة كنا نختبئ في دمشق وبعد ذلك كنا ننتقل من مكان إلى آخر ونبيل أتى لزيارتنا عدة مرات والمرة الأخيرة كانت في أواخر العام 2011 وقال لي ميمونة سنطلق صحيفة هل تريدين أن تنضم إلينا قلت له هناك الكثير من العمل وأعمل كثيرا على التوثيق وبعد ذلك ضحكنا وكانت هذه المرة الأخيرة التي رأيته فيها وكانت أعمال التوثيق تتطور وتنمو وكان نبيل مشاركا فيها أيضا وفيما كان يتحمل مسؤوليات كبيرة أخرى وأنا ساعدت نبيل في إعداد قسم تحديثات حملات التوقيف في الصحيفة ولكن بعد ستة أو سبعة أشهر من أعمال التوثيق تم توقيف نبيل في سادس والعشرين من شهر شباط فبراير 2012 وكان في أحدى زياراته إلى مدينة درية وعلى الرغم من أنه أجبر على الاختباء منذ إطلاق صراحي للمرة الأخيرة مع يحيا وأسامة وغياث مطر وغيرهم من أصدقائنا وعلى الرغم من أنه كان يبذل جهودا حثيسة في إدارة قسم الإعلام في لجنة تنسيق درية كان مصرا على لقاء ناشطين آخرين شخصيا وهرب في عدة مناسبات لزيارة المدينة وكنت أتواصل معه بشكل متواصل وكن في أحد الحديث قلت له يجب أن أنتقل إلى مكان آخر وسأعود إليك ولكنني لم أعد أبدا لأن نبيل لم يكن هناك ينتظرني فإذا هو رحل وتوفي فترة بعض الظهر من ذلك اليوم شكرا ليس لدي أي سؤال آخر هل تريد أن تضيف أي شيء نعم لماذا عاد نبيل إلى درية فإذا كنا آمنين أو بأمان نسبيا بعد وضع هذه استراتيجية عندما كلما تم توقيف شخص ننتقل إلى مكان آخر بعد توقيف أصدقائنا يحيا شربجي وغياف مطر وأصدقاء آخرين شعرنا أننا مهددين بشكل أكبر وانتقلنا إلى مكان آمن جديد ولكن فجأة قرر نبيل العودة إلى درية نقشت ذلك معه وسألته لماذا تعود نحن وضعنا جيد هنا يمكننا أن نعمل ونزور درية من حين إلى آخر ولكن عفوا والأمور تسير على ما يرام قال قال لي أن الناس بدأوا يقاومون ويجب أن نتصرف هنا قلت له نعم نحن يمكن أن نقوم بواجباتنا من هنا وليس من المفترض أن نقاتل ونحن ون واجه النظام بوحشية بدأنا كمظاهرة سلمية وسنحافظ على هذه السلمية ولكنه ذهب إلى هناك على أي حال وقال لي سأعود بعد بضعة أيام فإذاً سأذهب إلى هناك وأحل بعض المشاكل وأعود إلى هذا المكان الآمن وكلما اتصلت به وطلبت منه أن يعود إلى دماشق لأن داريا كانت تحت مراقبة مكثفة من الفرع الأمني فإذاً كلما طلبت منه ذلك كان يرفض يقول لي سأتحدث مع بعض الأشخاص ومع بعض الأصدقاء اللي نتصرف إذا هذا العنف الآتي من جهة الثوار وفي أحد المرات لم يأتي لمدة شهر كامل واتصلت به وقلت له هل هل ستعود أم لا أنت تخونني وقال لي أصبح أصبح سكان داريا يقتلون بعضهم البعض وطالما أنهم يقتلون بعضهم البعض يجب أن أكون معهم وأبقى معهم لإحداث تغيير فإذا اكتبص مهات مغاندي بطريقة مرتجلة وقال لي I have to do what I have to do أو يجب أن أقوم أو أقوم بما يجب أن أقوم به وفي ذلك اليوم قتلة شكرا جزيلا لكما ليس لدي أي أسئلة أخرى ولا أعرف ما إذا كانت لجنة القضاء لديها أسئلة نعم مرحبا أعتقد أن جيل من أستراليا يريد أن يطرح السؤالا لكننا لا نرى نعم نراه الآن فإذا للشاهدين أقول شكرا جزيلا لكم على ما وصفتموه لنا وأنا مهتم بشكل خاص بالقمع الذي تحدستم عنه بوضوح وبدقة وأنا أحترم بشكل كبير بالطبيعة الأخلاقية لهذه الحركة التي استخدمتموها أنتم ونبيل لمواجهة النظام ولكن هذا يتعليق وبعد ذلك سؤال متعلق ب عدم استخدام العنف أو عدم اللجوء إلى العنف هذا موضوع مهم تحدثتم عن مندالا وغاندي وغيرهم وأسلوب الأسلوب الخالي من العنف بالنسبة لمندالا كان هناك اثنين مندالا ولكنه كان قائد النضال المسلح لعدة سنوات وكان سجينا ومفاوضا أيضا مفاوضا سلميا فإذن التاريخ وحده يقرر ما هو الدور الأهم سؤالي هو قال بعض المعلقون أن نجاح غاندي في استراتيجيته غير العنيفة ضد بريطانيا الاستعمارية تطلب ظروفا خاصة واستثنائية وهي لا تمثل استراتيجية ثورة عالمية لمواجهة حكومات استبدادية هل يمكن أن نقول أن في سوريا كان الوضع مختلف جدا مقارنة بالظروف التي استخدم فيها غاندي استراتيجيته وعدم اللجوء إلى العنف ربما لم يكن الاستراتيجية الصحيحة في هذه الظروف التي كانت موجودة في سوريا شكرا نعم أنا أوافقك الرأي هناك اثنان ماندالا وأيضا أوافقك الرأي عندما تقول أن السوريا مختلفة عن بقية الدول ولكننا لم نحاول تطبيق استراتيجية غاندي كما هي في السوريا ولكننا بدأنا نطور نهجنا الخاص لعدم اللجوء إلى العنف حتى قبل 2011 ربما زملائي وأصدقائي يمكن أن يتحدثوا عن العمل الناشط السلمي حتى قبل العام 2011 وكيف أن إجابة النظام الوحيدة كانت عنيفة وكانت هذه الإجابة المدعومة المدعومة من المجتمع الدولي أنا أوافقك الرأي ولدينا نهجنا الخاص نهجنا السلمي الخاص وبدأنا نطور ذلك على مر السنين فإذا عندما أطلقنا مجلة كانت هذه طريقة بالنسبة إلينا لنروج أهمية عدم اللجوء إلى العن فهذا بدأ نبيل وأصدقائه هذا المشروع عن بلدي وبعد سنة واحدة في العام 2012 عندما أوشك على أن يتم توقيفه نبيل أطلقنا أنا ومازن وأصدقاء آخرين مجلة أخرى طلعنا على الحرية ولكن العمل على هذه المجلة تلعنا على الحرية كان صعبا جدا ومليئ بالتحديات الآن أنا رئيس تحرير هذه المجلة وكل مرة واجهنا فيها صعوبات أو عقبات كنا نقول حسنا سنتخلى سنتخلى عن هذه المهمة ولكن نبيل كان يقول في مرحلة ما من عمله كناشط حسنا الأشخاص بدأوا يحملون السلاح الأمور فوضوية جدا ولكن نملك مجلة الآن ولدينا عمل نقوم به مهما حصل سأبقى في هذه المجلة وسأطورها ولهذا السبب نحن وصلنا العمل والتزمنا بالعمل فإذا حتى ولو كانت الأوضاع فوضوية كانت لدينا أفكارنا الخاصة وكاننا نريد إيصال هذه الأفكار شكرا شكرا على هذه القصص أولا لم أفهم عندما طلبت من نبيل البقاء وأجابك بي يجب أن أفعل أو أقوم بعملي لأتمكن من مساعدتهم في الثورة يجب أن أكون معهم ولكن يبدو أنه فشل الحرب موجودة والمعارك موجودة لم يتمكن نبيل منع الأشخاص من حمل السلاح فإذا ذهب لتوثيق هذه الممارسات عفوا الآن فهمت السؤال لأن الأشخاص الذين يحملون السلاح أو حمل السلاح كانوا شباب المدينة وهذا ما جعله شخصية بارزة في داريا هو يعرف الجميع وهو صديق الجميع هو رجل لديه مبادئ ولكنه شخص سلس وطيب حتى الأشخاص الذين لا يوفقونه الرأي كانوا يحبونه فإذا فإذا أنتم جلبتم لهذه المحكمة أصدقاء نبيل ولكن أطلب منكم في المرة التالية دعوة أشخاص ليسوا أصدقاء نبيل الكل يحبه ويحترمه حتى الأشخاص الذين حملوا السلاح فإذا آمن أنه يجب أن يتصرف لمنع هؤلاء الأشخاص من القطال بالسلاح منذ البداية تحدثت عن أنه أراد أن يصبح صحفيا ويدرس في الجامعة ولكن أتساءل ما هي الدروس التي تعطى في جامعة دمشق إذا لم يكن هناك إعلام حر نعم سؤال ممتاز ما هي خطط نبيل وما كان نوع الصحافة الذي يريد أن يمارسها وهؤلاء الأشخاص الذين يعملون في الصحف الرسمية ما هي خلفيتهم فإذا كان ممنوعا عليهم نشر أي شيء ما الذي كانوا يفعلونه نعم سؤال ذكي جدا فإذا الصحافة علم أليس كذلك فإذا في الجامعة كانوا يدرسون علم الصحافة وهذا ما أراد نبيل الحصول عليه من الجامعة وثانيا لم تكن هذه الجامعة رسمية جدا كما قالت حنان كانت هذه الجامعة جامعة موازية نوع من الجامعة الموازية وكانوا يعلمون دورات مصرية للإعلام والصحافة وهذا ما كانوا يدرسونه ثانيا منع النظام الصحافة ولكن كانت هناك صحافة موجودة وكانت هناك صحافة مستقلة يمكنكم أن تروا على الإنترنت أصوات غير أصوات النظام وحلفائه ويمكنكم سماع أصوات هؤلاء الأشخاص حتى أنكم تستطيعون سماع نبيل فهو مزال موجودا على الإنترنت مدوينته موجودة على الإنترنت ويمكنكم الاتطلاع عليها للاتطلاع على النوع العمل الصحفي الذي كان يقوم به ويوم أمس قال أحد القضاء نحن لا نريد شهداء ولكن شعار نبيل شعار مدوينة نبيل نحن 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 نبيل أيضا لمواقع إلكترونية مستقلة قبل عام 2009 قبل الثورة وحضر تدريبا وعمل 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 بالدمام الجزئي في بعض المواقع الإلكترونية المستقلة شكرا أسامة وميمونة على ما أخبرتمون أود العودة إلى من هو الصحفي لأننا نقشنا بعضه يوم أمس والصحافة والنشاط هي مختلفة وهذا الأمر ينطبق في كل الدول في كثير من الدول فالصحفيين الذين لديهم قناعات سياسية ولديهم الشغف لإحداث التغيير في المجتمع يقال لهم من قبل صحفيين أخرين أنهم ناشطين ليضعوهم في موقع أقل أنا على دراية كبيرة بهذا الموضوع في سياقي ولكن من جهة الأخرى أن مبادئ الصحافة التي نتعلمها هي أنه علينا أن نتحدث نقول الحقيقة فإذا كان لدينا وضع مثل وضع سوريا فيه ثلاثة صحف تاتي سردا رسميا ولكن الصحفيين هم مجرد طابعين إذن هم يلقمون ماذا عليهم أن يكتبوا فإذن هم ليسوا بصحفيين بل الصحفيين هم الذين لديهم قناعة كقوية لأنهم يريدون تغيير المجتمع والذين يكتبون عن المسائل الحقيقية هم الصحفيين هذه هي حجتي وهذا ما ينطبق أيضا على السياق الصوري وأنا أقول ذلك لأنني كنت مهتمة بشهادة ياسر كخلاني الذي قال أن العمل هو للصحفي وهذا مثل الاهتمام لأن إذا كان هناك الأشخاص الذين في وقت نظام كانوا يمكنهم أن يثبتوا أنهم صحفيين هم مجرد طابعين يطبعون ما يلقم إليهم فإذن فإن الصحفة موجودة كانت في سوريا والنبي الواحد منهم كانوا يقومون بعمل الصحفي كما يجب أن يقوم به السؤال لك بما أن هذا الوضع لم يتغير كيف ترى مستقبل الصحافة أنسى عن الناشطين والصحفيين وماء ذلك مستقبل الصحافة كيف ترى مستقبله في سوريا سوف تحدث قريلاً عن الأمور الصحفية وغير الصحفية أنا أعرف أن الصحافة هي مهنة وليست لعمل الناشطين والسياسات ولكن بالنسبة إلى نبي كالصحفي وبالنسبة إلى العديد من أصدقائه وأصدقائنا فنحن نقوم بالصحافة ولكن أنت ليس سياسة بحثاً عن الحرية والكرامة البحث عن الحرية والكرامة ليس بسياسة إنها قيم غير ملموسة هل هذا سأل أنا على حق البعض الأساسي للصحافة هي الحقيقة إذن الصحافة هي قول الحقيقة وليس الشيء سوى الحقيقة فنحن غير ما سمح لنا أن نقول الحقيقة هناك نحن مجبرون على أن نقول الأجاذيب وأن نتبع بروباجندا النظام أنتم تعرفون أنه كل يوم في مدارسنا نحن نجبر على أن نقول شعار حزب البعث أن نكرر بروباجندا حزب البعث إذن حين يأتي شخص ويكتب مقال يمكن أن نقول يقولون أن هناك شيء آخر أنه يتحدث عن السياسة ويتحدث عن شيء غير محايد وغير صحفي أعتقد أن هناك تغيير طبع كان الثمن كبير وباهظ بالنسبة إلينا ولكن التغيير موجود الآن كل شيء موجود الآن يمكننا أن نأتي إلى هنا ولا نتحدث عن ما يحدث في سوريا نحن كنا مملكة الصمت في سوريا والآن سوريا هي من أكثر الأماكن صخبا في العالم ولكن هناك ناس يريدون أن يصغوا ويستمعوا إذن هناك تغيير لقد فقدنا نبيل وفقدنا الكثير من زمائنا وأصدقائنا الصحفيين ولكن المستقبل لن يبقى على هذه الحال وسوف يكون العالم مختلفا شكرا لقد أعطيتنا كثيرا الأمور نفكر فيها كل منكما ونشكر ميمونا ونشكر أسلام وشكرا على تذكرك وشاهدتكما شكرا 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 لننتقل إلى استراحة مدى 30 دقيقة اشتركوا في القناة 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 استماع المحكمة الشعب بشأن جراء الملكة للصحفيين. أدعو الآن للشاهد التالي سيد مروان عالش. سيد عالش أهلا وسهلا بك وشكرا على انضمامك إلينا. نرجو أن تعرف عن نفسك للجنة وأن تصف قليلا ماذا تفعل؟ كيف تعمل؟ وماذا كانت علاقتك بنبيل؟ ومن بعد ذلك سوف نطرح عليك بعض الأسئلة. شكرا أتشرف أن أكون بحضرة المحكمة التي تنظر في أمر إنساني مهم جدا وتضيء على نقاط يجب أن يطلعها العامة. في البداية أعرف عن نفسي مروان العش ستة وستين عام مواطن سوري مهندس. عملت في الدولة لمدة فترة طويلة ثم عملت في القطاع الخاص في التجارة. توجهاتي السياسية. أنا شخص مستقل لبرالي أؤمن بالديمقراطية طريقا لسوريا. لكن هذا الكلام دفعنا ثمن له لأنه سوريا مش مسموح أن تفكى بالديمقراطية. سادة القضاة أريد أن أوجز لكم فكرة مقدمة سياسية بسيطة عن الوضع في سوريا. لكي تكون يوم أمس السيدة الصحفية هالة تحدثت بشكل مفصل. لكن ابتدأت أن تاريخ سوريا أو تاريخ الحراك السوري بدأ من آذار 2011. وهذا شيء ليس كاملا. ليس تاما هذا الكلام. في البداية سوريا استقلت عام 1946. من 1946 حتى 1958. 12 عام كان فيه برجوازية وطنية سورية. في حركات سورية أحزاب صحف مجلات صحفيين. عمل مستقل. لكن مع وصول التيار القومي إلى الانقلاب في سوريا عام 1963. تغيرت هذه النظرة وتغيرت بنية المجتمع. وتغيرت كلها بسبب إجراءات التعسف. وإجراءات قانون الطوارئ التي أعلنت صباح 8 آذار 1963. لتوستين. يوم انقلاب البعث. الذي هو حركة قومية. تشابه الحركات القومية الأوروبية. بشكل مختصر جدا. لكن يحمي الفكرة. أدت إلى الدكتاتورية. وليس إلى بناء مجتمع ديمقراطي. أو بناء مجتمع تقدمي. رغم شعار هذا الحزب الذي حكم سوريا. وحدة حرية اشتراكية. لكن لا يطبق الوحدة. ولا يطبق الحرية. ولا يطبق الاشتراكية. إنما بنى نظامه على الدكتاتورية. والتعسف من أول لحظة بآذار 1963. استولى العسكر على سوريا. وأقصوا المدنيين. وأقصوا القوى السياسية. وأقصوا القوى المجتمعية. من صحافي ومحامين ونقابات. عطلت كل هذه الإجراءات في صباح 8 آذار 1963. وهكذا بدأ القمع في سوريا. ننتقل إلى فترة 63 سبعين. كانوا في العسكر ببداية حكمه سبع سنوات. إلى أن جاء حافظ أسد 1970 بانقلاب. بشكل انقلابي. انقلب على رفاقه وانقلب على المجتمع. أسس حافظ أسد جمهورية رعب. جمهورية دكتاتورية. جمهورية تعتمد على المخابرات. وأجهز الأمن وقمع الحريات. وعدم حقوق أي مواطن بأي شيء. ليس لك حق في هذا الوطن. عليك أن تعمل. وتنتج بما يكفيك. وتخدم خطط الدولة فقط. على نموذج تشاوشيسكو. وعلى نموذج ستالين. وعلى نموذج ماو. هذا هؤلاء الآباء الروحيين لحافظ أسد. الذي بنا سوريا. مملكة الصمت ومملكة الرعب. وجمهورية الفشل للأسف. كانوا آبائه تشاوشيسكو. صديقه وعلى خطاه بنا سوريا. واشتازي الألماني الشرقي. لبنا سوريا على مؤسسة أمنية. على نموذج تشتازي. وثالثا على نموذج الماوذج الصينية. بالتشدد. يملك هذا الرجل صفات ظاهرية يحترمه الآخرين. لكن بالعمق السوريين لا يحترموا هذا الرجل. لأنه لم يؤدي لهم أي نوع من النمو أو التطور الطبيعي. ما جرى في سوريا هو نمو بطيء جدا. لكن هو يعتبره سجل صفحته الشخصية. إن بنى مدرسة أو أنشأ شارع أو أقام صنبور ما يحتفلون أنه إنجاز هذا القائد العظيم. بينما الناس سوريا تملك تاريخ من 1400 سنة. والسوريون عبر التاريخ بنوا حضارة وسقافة وسياسة. أوقف هذا كله التاريخ السوري بألف صباح 63. وعمقه بالسبعين حافظ أسد. طيب أنتمي من حيث من السبعين منعت الأحزاب منعت الصحف منعت إبداء الرأي مورسة سياسة القمع المعمم. كل السوريين تحت القمع بكافة طوائفهم. سوريا تمتلك 16 طائفة وأثنية ومجموعة دينية. سوريا تنوع. سوريا عاشت 1400 سنة. ما حدا اختلف مع حدا. سوريا لم يكن فيها يوما ما حرب أهلية. ولم يكن فيها حرب قتال بين السوريين. أبدا عبر التاريخ كله. ربما حوادث بسيطة أيام العثمانيين 1968 وكذا. لكن على الشكل الشاكل الذي وصلنا فيه سوريا بعد السبعين وبعد آذار 1963 لم يكن هذا الكلام. طيب منذ عام 1975 تأسست أحزاب سرية. أول شيء المعارضة السورية ليست كالمعارضة في أوروبا. المعارضة السورية ليس لها حق أو أي حق حتى. المعارضة الأوروبية تنجز في البرلمان وتشارك في الأحزاب وتشارك في الحياة العامة. المعارضة السورية مقموعة وملاحقة وممنوع إبداء الرأي. وإذا وزعت نشرة الحزب المحلية أو نشرة أو مجلة الحزب سرية توزع سريا. وإذا ضبط أي موزع لهذه من أعضاء الحزب يحكم خمس سنوات وعشر سنوات. عشر سنوات حكم أحد رفاقنا شيوعيين بسبب توزيع نشرة حزبية. فهذا شيء ولد من الشعب ثورة. ولد انعكس القمع والعنف والديكتاتورية العسكرية انعكس تمرد رواحة السوريين. لكن ما أدروا يساوي شيء. البعث تولى بـ 63 أول حركة قاومة البعث وقامة الدكتاتورية سنة 64. بعض الأفراد المواطنين قاموا ضد هذا الإجراءات التي قامت بها. البعث قامت عساس سياسة تحويل اشتراكي أو سياسة تأميم المجتمع ليصادروا. لكن بالـ 64 قامت حركة بسيطة تقاوم الدكتاتورية. ثم تلاشت إلى الثمانينات. وصلنا اليوم للثمانينات قامت حركة للأسف يعني المجتمع كان بحالة احتقان من تصرفات هذه الأوليغارشية هذه المجموعة التي تتحكم بالسوريين وتعطيهم الفتات والتقتير وهي تعيش في قصورها وتطلع أموالها خارج سوريا وتستغل كل شيء. طيب بالثمانين قمع الشعب السوري نتيجة حراك أحد الفصائل فصيل ديني اسمه الإخوان المسلمين يتألف من 3-4000 عضو قام بحركة سياسية في البداية ثم انتقلت إلى حركة عسكرية فجيش النظام وحافظ أسد كل الدولة لمقاومة هؤلاء وشمل معهم كل السوريين لم يقاوم هؤلاء الأربعة آلاف أو يعتقلهم فقط إنه يعتقل كل المجتمع وعمم المجتمع وهزم عبر أجهزة الأمنية وعبر الجيش وعبر القوات الخاصة السورية التي تخضع لرغبات حافظ أسد قاوم هالمجموعة وصادر المجتمع ونزل شعار إلى الأبد يا حافظ أسد إلى الأبد هو رب صار عندهم إله يعبدونه يعني يعبدونه أبدا كلمة حافظ أسد تحفظ على الغائب عند الأطفال أنشأ مؤسسات توليتارية ديكتاتورية الطفل عندما يبلغ ست سنوات ينظم في منظمة طلائع البعث هي منظمة أطفال ثم ينتقل في مرحلة اليفاعة إلى والشباب إلى منظمة الشبيبة ثم ينتقل إلى الحزب ثم يجناد يغسل دماغه أبدا حافظ أسد وبس ليس هناك شخص آخر محي تاريخ سوريا مطلقا محي تاريخ سوريا شخصيات سوريا في عنا شخصيات شعراء وإدباء وصحفيين وأطباء من تاريخ سوريا محوا كل هؤلاء ولصالح شخص واحد وحافظ أسد الدكتاتور الدكتاتور الإله هذا ولد بالمجتمع شيء مطبيعي يعني لازم سوريين يقوموا فتوفي حافظ أسد بالألفين عام ألفين للأسف ارتأت الطبقة السياسية المرتبطة بهذه العائلة ومرتبطة هذا الشخص أن تؤلي ابنه يعني حركة ملكية وليست جمهورية الجمهورية لا يوجد أب يورث ابنه لكن في سوريا صارت أب يورث ابنه وهكذا تفائل السوريون أن فترة القمع التي قام فيها حافظ أسد عبر 30 سنة وعبر سنوات حكمه الطويلة وعبر أذرعه أنه انتهت مع قدوم شاب اسمه بشار كان يدرس طب العيون في سوريا ثم تخصص في بريطانيا لمدة سنتين في طب العيون أساس شاب متعلم عايش الغرب عايش قيم الغرب شاف قيم الغرب شاف الديمقراطية جلون حتما يفترض لتأثر لكن للأسف نحن حصدنا نتائج عكسية لهذه الأيام التي قضاها في بريطانيا استقبلته بريطانيا ومعلمته وحتما شاهد القيم الديمقراطية والقيم الوطنية واحترام المواطنة واحترام الآخر لكن عندما أتى إلى سوريا أتى بقفاز حديدي عندما مات أبوه وجائي وهو بعض الأصدقاء أحد الأمراء الخليجيين قالوا لا تحسب أن هذا هي يدي هذا هي يد من حديد هذا الكلام سنة الألفين طيب اتفائل السوريين وأنا من ضمنهم أنه فتحت نافذة خارج ديكتاتورية حافظ أساد فقررنا اجتمعنا نحن من التيار الديمقراطي من الوطنيين السوريين من كتاب صحفيين نقابات مهنيين كانت كلها منظمات شكلية لكن في أشخاص وليس تنظيمات سوريا ممنوع التنظيم تنظيم يعني سجن فرد بتشتغل ضمن المعيار النظام ما في مشكلة برات معيار النظام بتقعد بالسجن وهكذا سجن آلاف سوريين فتحت نافذة أنه جاءنا رئيس شاب جديد تفائلنا به إلنا هذا غير أبو إذن هذا يجب أن نتعاون لانتقال سوريا إلى مرحلة متقدمة بناء الدولة وطنية بناء ديمقراطية وليس استمرار الاستبداد والديكتاتورية والعنف ومنع حقوق الناس قامت حركة اسم ربيع دمشق قام فيها مجموعة السوريين تنادوا أنه هذا الرئيس جديد وهذا سمح أنه ننشتغل فسو منتديات سو منتدى الأتاسي في دمشق منتدى رياض سيف منتدى بدرخان بالحسكة منتدى الكواكبي في حلب منتديات ثقافية وسياسية لمناقشة الشأن العام اطمئن اطمئنه هؤلاء وعنى من بينهم اطمئنيت أنهم ما في ما في اعتقالات ما في عنف فجأة هذا الكلام شهر سبعة سنة عام 2000 مضت ثلاثة أشهر باللغنة أنه ممنوع تجتمعه هالمنتديات ساوتوها غير قانونية وبعدها حملة اعتقالات لاعتقال كل من شارك في المنتديات اعتقلوا العشرة الأفاضل عارف دليلي ورفاقه وحبيب عيسى وفواز تلو وآخرين عشر أشخاص اعتبروهم قادة الإعلان اعتبروهم قادة ربيع دمشق وحكموهم خمس سنوات بالسنة عارف دليلي حكمو عشر سنوات وهناك أسباب قمعوا قمعوا الحراك اللي قايم على الثقافة وقايم على التنوع وقايم على البناء الوطنية السورية من جديد لكن استمر هذا النفس اللي هو نفس تغيير ديمقراطي إلى أن 2005 انضممت إلى مشروع إعلان دمشق كان مشروع للوطنيين السوريين من العلمانيين ومن المستقلين ومن أصحاب الدين المتنوير فكان هذا إعلان دمشق اسمه دمشق التغيير الديمقراطي السوري كان شعارنا كان شعارنا كان بهذا التجمع التغيير الديمقراطي السوري الآمن والهادئ والمتدرج وليس حالة انقلاب يعني أن نتعاون مع جميع القوى السورية والأحزاب السورية والمجموعات المكونات الأثنية السورية لإنشاء جسم سياسي جديد يضم هؤلاء كلهم كمان عقدنا اجتماع في دمشق 30 2012 2007 مضت أيام على الاجتماع وأعلننا فيه هؤلاء الاثنى عشر هم قادة إعلان دمشق هؤلاء بينهم أربع أطباء وثلاث الصحفيين واثنين مهندسين وفنان وطبيبة الطبيبة السيدة فداء حوراني بابنة سياسي السوري أكرم الحوراني الكام مهندسين وشخص وشخص الثاني على اليمين دكتور ياسر العيتي الشخص الصحفي الثالث اللي هو فايز سارة الرابع حاجي درويش تحت السيدة الصحفي أكرم البني سم الدكتور وليد البني سم السيد جبر الشوفي سم الصحفي علي العبدالله سم أحمد طعمي سم مروان العش سم رياض سيف التاجر السوري والسياسي المعروف سم الفنان طلال أبو دان هؤلاء 12 كانوا قادة إعلان دمشق 2007 كانوا يدعو إلى الديمقراطية والوطنية وبناء دولة حديثة وليست استمرار تحت شعار تغيير الديمقراطي السلمي الهادئ والآمن والمتدرج شو في أحلى من هيك شعارات يعني ماذا يطلب الشعب غير ذلك أو تطلب الناس ولكن اجتمعنا وتم انتخاب مجلس وطني مجلس وطني حضر الاجتماع 189 شخصية سورية من كل محافظات ومن كل اثنيات السورية ومن كل التجمعات الحزبية وأصدروا بيان بيان اسمه إعلان دمشق لكن النظام لم يعجبه هذا الشيء كيف تدعو إلى التغيير إذن التغيير معناه إزالة النظام ونحن التغيير بنقصد فيه ليس إزالة النظام التغيير هو تبديل وحركة مجتمع إلى الأمام لبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية التداولية التعددية هذا نحن بعرفنا نحن كديمقراطيين لكن هيك جرى اعتقلونا نحن 12 شخص هالمجموعة كلها اعتقلت ووضعنا في مقر المخابرات لمدة شهرين مع التعذيب هذا الصحفي ثالث شخص السيد فايس سارة ضرب وأمامنا وصريخه وصوته وصل إلى آخر المكان وآخرين وعلي العبدالله كمان وآخرين استعملوا معنا العنف استعملوا معنا أساليب همجية عبر شهرين من التعذيب النفسي والتعذيب الجسدي إلى أن يطلبوا أن نسحب هذا البيان هذا البيان الذي أصدرناه أن نتراجع عنه أو كذا لكن استمرنا وحلنا إلى محكمة محكمة بالعادة هيك حالات تحال إلى محكمة أمن الدولة العلية وهي محكمة طوارئ استثنائية أو المحكمة الميدانية العسكرية محكمة طوارئ استثنائية لكن بضغط كوننا حركة ديمقراطية في أن صلاة مع أشخاص وأصدقاء أوروبيين ادخل الرئيس الفرنسي وادخل رئيسة البرلمان الإيرلندي وادخل أعضاء في البرلمان الأوروبي قدرنا عن طريقهم ننتقل من محكمة عسكرية إلى محكمة مدنية فحاكمونا أمام محكمة مدنية سورية ودفاع وحضور الشخصيات بينات الأستاذ مازل كان موجود بالدفاع وكثير من التطوعة للدفاع عننا 17 شخصيا بيناتهم أستاذ مازل أستاذ خليل معتوق الله يفك أسر مختفي اختفاء قسري وآخرين 17 محامي سوري ديمقراطي بتدافعوا عننا حكمونا بالبداية رأس الحكم حكمونا 15 عاما 15 عاما أن نقضيها في صيدنايا لكن تدخل الأوروبيين وكانت سوريا مؤهلة لتوقيع تعاقد الدول الأوروبي بفترة ما كل هذه الضغوط مجتمع تخفض هذا الحكم من 15 عام إلى 30 شهرا سنتين ونصف خضعنا نقلونا إلى سجن مدني في سجن عدرة قبل 2008 بقينا في السجن 2008 و2009 و2010 أنا خرجت من السجن بشهر 7 2010 وزملاء شي قبل مني شي بعد من حسب تاريخ الاعتقال بتقضي كامل مدة وتطلع طيب بعدها خلال السجن كنا هو سجن مدني وليس سجن عسكري ليس كالسجن صيدنايا السجن صيدنايا بتقعد بغرفة وحدة لمدة عشر سنين بغرفة وحدة عشر سنوات بمقدار 40 سانتي ضرب 40 سانتي هذا حصة السجين السوري في السجون العسكرية وفي سجن صيدنايا وفي سجن تدمر وفي سجون المخابرات 40 سانتي ضرب 40 سانتي فقط هذا قطعة بطاطا أو زيتونتين أو خبز لازم حتى في فترات الاعتقال للسياسيين اللي كانوا زملائنا بسجن تدمر ثلاثة أشهر بدون خبز ممنوع هكذا ارتقى رئيس السجن رئيس السجن هو إله إله وبصيدنايا إله هدول السجون العسكرية تخضع إلى أمن الدولي بدون تمييز أنت صحفي أنت طبيب أنت مهندس أنت أستاذ مدرسة أنت مواطن عادي القمع معمم على الكل والكل بمصطرة وحدة بمصطرة وحدة يعاملوا بالإساءة وبالعنف وبالأذى طيب خرجت من السجن بألفين شهر سبعة تموز ألفين وعشرة أي قبل الثورة بتسعة أشهر خرجتوا من السجن خلال السجن كان نتناقش كتير كون السجن مدني ممكن نلتقي مع زملائنا تجينا زيارات فكان مثلا معنا المرحوم القامة السورية العظيمة الأستاذ ميشيل كيلو رحمه الله وآخرين يعني معتقلين قبل مننا الأستاذ أنور البني الأستاذ حبيب حبيب عيسى وآخرين كانوا موقعين على إعلان بيروت دمشق ونحن إعلان دمشق ثم التقينا ببعض منهم كنا نتناقش كيف ستقوم هذه البلد سوريا أين تسير يعني لماذا هذا العنف وهذا الإرهاب النفسي والمادي والمعنوي ولماذا سوريا لا تحقق خطوات تطور وتقدم مثل باقي الأمم نريد ديمقراطية مثل موريتانيا نريد ديمقراطية مثل ماليزيا نريد ديمقراطية مثل نماذج موجودة بمنطقتنا تركيا ماليزيا أندونيسيا بعض الدول الدول العربية الأسف يعني لا تأخذ نموزج في بعض حالات في مصر في بعض حالات ديمقراطية موريتانيا بعدت منهم المهم كان سؤالنا متى يقوم هذا الشعب ونحن بالسجن وهذا أشهد هؤلاء الرجال الاثنى عشر أشهد أنه كانوا كلهم يبحثون عن حلول لسوريا حلول للشعب السوري حلول للوطن السوري ليست حلول انقلابية وليست حلول العسكرية وليست حلول إرهابية وليست حلول لاستخدام سلاح إنما بالكلمة الطيبة وبالعقل وبالمنطق وبكل الجوانب الإنسانية لكن لم نرى لم نرى أي تجاوب مع النظام النظام مغلق النظام مملكة صنط النظام يعتبر نفسه إله فقط بدك تسمع أنت بدك تطبي بتحكي كلمة برات الطريقة تعتقل آلاف 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 السوريين مروا على سياسة الاعتقال إسلاميين ومسيحيين وطوائف أخرى وشيوعيين واشتراكيين كله يعتقل كل ما فيه ما حدا على رأسه خيمي ليس أحد ممنوع من الاعتقال ماذا تغير إذن تم إطلاق صراحك في تموز 2010 ماذا تغير ماذا كان قد تغير بالسوريا في الوقت الذي أمقال ضايته في السجن إذن قبل وماذا حصل للوصول إلى وصولكم إلى 2011 كما قلت كنا في في السجن نتشاور مع زملائنا نجتمع عبر الشبابيك عبر الكريدورات عبر أنابيب المياه من غرفة إلى غرفة نتكلم بأمبوب المياه من تواليت للتواليت نتكلم أو نتكلم بأثناء الاستراحة من شباك إلى شباك بيننا شباك 30 سنتيمتر أحيانا نلتقي بالزيارات التقيت مع الأستاذ مازين كنت أنا معتقل أنا وياه بعد فترة بالزيارة ماذا في الشباك هو بشباك وأنا بشباك طيب وآخرين طبعا الكل لم يتغير شيء خلال وجودنا بالسجن بالنسبة لسوريا النظام سوريا الأسد لم يتغير لم يحدث تطور لم يحدث أي خطوة انتقال سياسي لم يحدث أي انفراج مجتمعي هذا كله تجلياته انفجرت يوم الانفجار السوري العظيم 15 أهذار كنقطة بداية انفجر السوريين حين سمعوا بالربيع العربي في تونس هروب بن علي وفي مصر هروب تنازل حسلي مبارك على الحكم إلى المجلس العسكري وفي أماكن أخرى ثم مقتل القذافي ثم هالتغييرات كلها ونحن عم نتفرج ما بيصير هالكلام يجب على السوريين فكانت صرخة وينك يا سوري وينك اللحظة الأولى لحظة الانفجار السوري العظيم اللي أعطى الشعلة اللي أعطى الكبريتة التي أشعلت السوريين يوم 15 أهذار 15 أهذار سيدة سورية شابة هالي هي التي فجرت الثورة سيدة شابة اسمها نورة الغميان حملت العلم السوري ووقفت نص صاحة الجامعة الأموي كما حكى زملائي وقالت الله سورية حريه بس الله سورية حريه بس سيدة وستة شباب جامعيين إذن السورة السورة انطلق بها الشباب ولم ننطلق بها نحن السياسيين وهذا تسجل لهم وهؤلاء الشباب الأخة قلود والأخة حنان والآخرين والأخ أسامة ونبيل شربجي ويحي شربجي وآخرين من دمشق وريف دمشق والمدن الأخرى هن يلقون الشباب هن يسابقونا سابقونا بخطوة نحن كسياسيين فشلنا فشلنا لأنه نظام فشلنا النظام ما بده شريك في الحكم لا نسعى إلى الشراكة بالحكم للاستفادة إنما نسعى إلى بناء دولة ديمقراطية تداولية تعددية يحترم فيها الإنسان الإنسان السوري مبدع عندنا آلاف الأطباء عندنا آلاف المهندسين عندنا آلاف المحامين عندنا آلاف الصحفيين عندنا آلاف المهن لكن كله مقموع بده بس يصير موظف بالدولة يقبض راتب ويعود النظام يمنع الإبداع يمنع الإبداع بدك تبدع بتدفع ثمان بدك تقول لا بتدفع ثمان بدك تجيب أفكار جديدة وقضايا جديدة ممنوع فسؤال حضرتك السيدة المدعية العامة إنه شو تغير من 2007 من خروجي بشهر 7 2010 تغير كتير نحن بالسجن تعلمنا وآخرين سجن تعلم وطلعنا لقينا الجو مختمر فكان الفكر أنه أنت انطلق ثورة في سوريا قبل الربيع العربي هذا الكلام بحكيكم شهر 7 و 8 و 9 و 10 قبل آذار كان نظرنا المناطق الفقيرة والمهمشة من سوريا هناك منطقة جزيرة أصابها الجفاف لا عمل لا فئات اجتماعية تنتج زراعة تقلصت كتير ما في غير النفط اللي يستخرج ويوضع في جيوب الطبقة الحاكمة السورية وليس في خدمة الشعب عنا نفط بسوريا وعنا غاز بسوريا وعنا ثروات طبيعية بسوريا وعنا زراعة وعنا قمح كنا ننتج 3 مليون طون قمح سنويا اليوم ما بننتج 100 ألف إذن كل هالصورة اللي حبيت حطكم فيها هي السيدة هالنبار قالت أنه بلشوا السوريين بالتفكير في 2011 لا يا جماعة السوريين مفكرين من الصباح صباح آذار 1963 كيف يقاوموا هذا النظام الذي جاء بالدبابة والذي جاء بالمندقية والذي جاء بالاعتقال والذي جاء بالدكتاتورية على النموزز الفاشي للأسف وهؤلاء العسكر تعليمهم متوسط مع احترام إلوم العسكري ينتمي إلى الكلية الحربية على شهادة البكالوريا ليس على شهادة عليا أو شهادة جامعية فمستوى المعرفي والثقافي محدود ثم ينطلق إلى سلاحه هذا مدفعي وهذا هندسة وهذا صواروخ وهذا كذا لكن هاي العقلية وضعت عقدة نقص عند بعض العسكريين فانتقموا من المجتمع وهذا شيء يعني لأسف حدث ببلادي وأنا بفتخر أنه أنا سوري ويجب أن يكون الجيش سوري والوطن سوري والسوريين كلهم مثل بعض سوريين عاشوا ألف ورنعمية عام من الحياة المشتركة من الحياة فانطلقنا وصلنا لصباح 15 آذار هلأ بهاللحظة نحاكيكم فيها وصلنا لصباح 15 آذار 15 آذار نور الغميان وشباب جامعي انطلقوا إلى جامع الأموي وخرجوا وخرجوا معه الناس وساروا في سوق الحميدية أكبر سوق شهير التاريخي بدمشق وطالبوا بالديمقراطية وطالبوا بالحرية وطالبوا الله حرية وبس بينما النظام والحزب وكثيرا من الناس الرمادين الله سوريا وبشار وبس بشار إنسان بشار مثلي مثله مثلك مثل بقية سوريين ليش عمتنادي ينتقلوا نادي بالحرية نادي بالديمقراطية نادي بالتقدم بالهالبلد بدون شعارات بفعل بإنتاج طيب وصلنا اليوم 15 آذار قاموا السوريين في دمشق وتبعتهم باقي المحافظات بعد أيام يوم 16 آذار اللي حكوا عليه زملائي أنا طلعت من السجن يوم بشهر 7 2010 لكن بقي زملائي بالسجن من بيناتهم صحفي العلي العبدالله كان محكوم مثل سنتين ونصف لأنه سرب مقال ضد الخميني وضد انتخابات إيران من السجن كتب مقال بالسجن صحفي كتب مقال بالسجن الأستاذ علي العبدالله أبو حسين وأرسل إلى صحيفة لبنانية حكموا سنة إضافية هو محكوم سنتين ونصف مثلنا حكمته محكمة عسكرية وليس مدنية سنة إضافية وآخرين ومهند الحسنين المحامي الشهير للحقوق الإنسان هم من رايت ووتش وهيسم المالح القانون الشهير وآخرين وآخرين بقوا بالسجن يوم 15 آزار لم تحتمل الناس هذا وانطلقت الثورة فيجب أن يخرجوا هؤلاء اتفقنا واتفقت المنظمات الحقوقية السورية وأهالي المعتقلين أنه يجتمعوا ويطلعوا ويوقفوا وقفوا أمام وزارة الداخلية يوم 16 آزار 2000 ويدعش الساعة 12 ظهرا ونقدم طلب إلى الوزير المختص لإطلاق صراحة أولى لأنه مضربين عن الطعام هنا نسمعوا أنه صار أضرب عن الطعام صار فيه ثورة أضرب عن الطعام فهون بلشت مثل ما حكى زملائي الترتيبات اعتقل كنت واقف أنا والأستاذ فايس سارة الصحفي والأستاذ فواستله في مكان وجم مننا ميمونة ونبيل شربجي وأسامة نصار ويحي شربجي فجأة ملقنا غير ميكرويات باصات صغيرة نزل مننا شباب هنا عناصر المخابرات عناصر السيكيوريتي وبأيديهم عصي وبلشوا ضربوا ضرب كل الناس هجموا أول شي على المظاهرة لأنه رفعنا صور المعتقلين عم طال فيهم ثم تشتتنا تجمعنا في مكانين الشباب جمعوا شمال الساحة والساحة المركزية لديمشق هي ونحن جمعنا شرق الساحة كانت ميمونة وأسامة ويحيى ونبيل ووقفينهم فجأة عناصر أمن دقوا بهالناس قبل أن يحطوهم بالمحلات التجارية ليس ما يأتي زملاء الاعتقال وينقلوهم نحن يوميتا ما يقربوا علينا لأنه يعرفونا نحن كبار وسياسيين يعني ما بدون صدموا معنا فدقوا بالشباب هنين يعني مسكوا الشباب وكما حكى الأستاذ أسامة وحكى الأخوات الزميلات هذا الشيء أثر علينا فورا يعني طبعا تم اعتقال أسامة معه اعتقل السيدة اسمها سوهير أتاسي وهي قريبة رئيس جمهورية السابق وسيدة حقيقية وناشطة وضربت الساحة دكتور طيب التزيني دكتور في جامعة دمشق في الفلسفة وآخرين 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 اعتقلوا 33 أو 32 شخص وأخذوهم اعتقلوا فترة بعد أن أطلقوهم شكرا جزيلا هل هذه كانت المرة الأولى التي تلتقي فيها بنبيل في 16 من مارس في دمشق الأستاذ أسامة الأخ أسامة في معرفة بيني وبينهم سابقا لمعرفتي بنبيل حينما خرجت من السجن جاء الأخ أسامة وحماه وأصدقاء أستاذنا الكبير اللي توفي من فترة الأستاذ الشيخ الديني المعتدل المتنور جودة سعيد جاء بصحبة أسامة وأصدقاء لنا زاروني في السجن زاروني في منزلي عندما خرجتوا من السجن ليطمئنوا على حالي وقتا تعرفت على أسامة عن طريق عمه عمه أو قريبه هو معنى عضو إعلان دمشق والشيخ جودة السعيد كان معنى عضو إعلان دمشق كلهم موقعين على الإعلان كلهم بنادوا بسورية ديمقراطية وطنية تداولية تعددية هذا الشيء فأسامة يوم المظاهرة وقف ما عم سلم عليه قال لي نبيل شربجي تعرفني عليه حكينا دردشنا شوي بينما أجد قوات الأمين وإعتقلتهم هذا أول لقاء فقط هل تم احتجازك أو توقيفك معهم في العام 2011 كنا نحن تحت الرقابة نحن عندما يخرج السجين أو المعتقل من السجن يوضع تحت الرقابة ويستدعى كل شهر مرة للإدلاء بمعلوماتي ويراقبون أي شيء بتكتبوا على الانترنت كانوا شهريا يستدعوني في مخصصين لضابط يتابعوني ويتابع كل واحد من زملائنا لكن فاتني أن أقول لكم أنه يوم واحد شباط 2011 قبل آذار 2011 واحد شباط استدعتني جهاز الجهاز الأمني اللي هو المخابرات العامة فرق أمن الدولة دمشق فرق الخطيب الشهير الخطيب ترل استدعانا وطلب منا قال أنتم سياسيين وهؤلاء اللي بتونس وبمصر وبليبي يقاموا هل أنتم تقوموا ضد الثورة ضد ضد النظام قلنا لهم إذا إذا توفرت الظروف نحن سنقوم كسياسي نحن عنا مطالب عنا رفع حالة الطوارئ اللي أعنيت من 1963 لمدة 40 عام عنا مطالب بوضع قانون أحزاب وجمعيات جديد وحديث لأنه ما في قانون أحزاب سوريا وممنوع إنشاء الأحزاب وإذا إنشأت أحزاب بموافقة النظام فقط بينما أحزاب اللي بنسميها معارضة أو طبعا غير معارضة أوروبا يعني خير غير مفهوم معارضة الأوروبية مخالفة تعتبر يعتقلوا فأخبرني أخبرني الضابط الأول في الفرع إياكم أن تنزلوا للشارع إياكم أن تنزلوا للشارع لأن هناك إسرائيليين لدينا معلومات أن هناك إسرائيليين سيتسللون إلى مظاهراتكم ويقتلونكم هوي شهادة لله أنا أحكي والضابط موجود فضل لنفهم مجموعات المقاومة قليلا عندما التقيت بنبيل وبالشباب المحترفين في هذه الأنشطة ماذا كان دورك وكيف شاركت في العام 2011 وحتى الأيام الأخيرة هل كنت تعمل معهم ماذا كانت علاقتك مع مجموعة دارية طيب مجموعة دارية شباب سلمي متنور يؤمن بتغيير الديمقراطي مثل ما نؤمن نحن فيه كسياسيين لكن عندهم تجربة قمع سابقة واعتقلوهم فترات وضعوهم بسجن صيدنايا وكذا فحزرين شوي لكن أنا وآخرين من زملائي السياسيين نؤمن بالشباب هدول اللي بنقود قاطرة التغيير سوريا هدول هن مستقبل سوريا فكان أنا تواصلي مع الأخ أسامة وآخرين أنه فعلا عندهم برنامج واعي جدا عندهم برنامج سلمي وواعي وتجربة اجتماعية فحبينا نحن بإعلان دمشق شاورت أنا زملائي بإعلان دمشق تقررنا أنه نفتح قنوات معهم وممكن أنه مستقبل أن ينضموا إلنا أو ننضم إلهم ما في مشكلة يعني يعني نحن بالآخير بدنا نبني وطن الشباب والشيوخ والكبار والصغار نساء ورجال مناضلين ومناضلات فكان بالبداية يعني هذا الرأي هذا الرأي أنه استقر ندبت أنا للتواصل مع مجموعة الأخ أسامة ومجموعة أخرى موجودة بدارية لانضمام للحراك الوطني الديمقراطي السلمي وما أخبركم أنه في سوريا السنة الأولى من الثورة لم ترتفع بندقية من الأهالي أو من المتظاهرين إنما النظام النظام بشار الأسد اتخذ حل أمني حين طلعت المظاهرات من آذار نيسان أيار حزيران كنت أنا وزملائي بإعلان دمشق وسياسيين نخرج إلى المظاهرات ذهبنا إلى دارية شاركنا مظاهرات دارية ذهبنا إلى دومة شاركنا مظاهرات دومة ذهبنا إلى الملاحة إلى القدم إلى الميدان شاركنا كثير مظاهرات ويوم الجمعة كان هو يوم الذروي كل يوم جمعة هو يوم الذروي ليش يوم الجمعة لأنه ليس لرمزه الديني فقط. يوم الجمعة يوم محترم يوم الأحد. عند المسلمين يوم الجمعة عند المسيحين يوم الأحد. ليس لرمزه الديني فقط. لأن النظام ما بيسمح بالتجمع لا بجامعة ولا بمركز ثقافي ولا بالشارع ولا بأي مكان. بينما الناس تتتمع في الجامع لأداء الصلاة وحتى جاءنا زملائنا المسيحيين والطوائف في السورية الأخرى غير السنة. شاركونا في المسجد ليطلعوا معنا. اجتمع من كافة الطوائف السورية العربي والكردي والتركماني والمسلم والمسيحي وكل الأثنيات المزاهب المتفرقة. اجتمعوا في الجامع. ليخرجوا من الجامع. لأنه مسمح بس من الجامع تخرج. هل هذا مقصود ولا غير مقصود؟ هذا ليس مقصود. علاقاتنا نحن كسياسيين مع الشباب لتطوير حركة ما للتقاء على هنين سبقونا. وهنين كانوا مبدعين. وهنين نقدم أول تضحيات الشباب. ونحن تنمينا للأسف يعني ما قدرنا نساهم بالعمل السياسي كتير إلا عبر البيانات عبر المنظمات عبر الاتصالات الدولية. كسياسيين من الجيل الأقدم بعض الشيء ماذا هو برأيك أثر أو تداعيات توقيف أشخاص مثل نبيل في العام 2011؟ هلأ نحن كونه مرين بتجارب اعتقال بالألفين والألفين والثماني وزملائنا قبل منا بالثمانينات الشيوعيين اعتقلوا مثل المسلمين مثل أخوان المسلمين الشيوعيين السوريين مجموعة حزب العمل الشيوعي أو رابط العمل الشيوعي والمكتب السياسي رياضي الترك اللي هنين عنوانين مهمين في الحراك الشيوعي السوري اعتقلوا جنب الأخوان المسلمين النظام لا يسمح بأي هامش حركة سواء كنت يمين أو سواء كنت يسار هاي القصة فنحن الاعتقال أثر فينا ونعرف إنه شو بيلاقي بالمعتقل خاصة يعني الكبير شوي ما بيرعوه ويضرب ويشوه وشوه رفاقنا كثير وأصابتهم أمراض وأنا من الناس اللي فقدت كلية أنا كلية اليوم متوقفة تسعين بالمية بسبب السجن وضعت في زنزانيا لمدة شهرين كاسة مي واحدة بالأربعة ورشين ساعة بالمخابرات الجوية هلأ سأكلمكم عنها باعتقالي التالي اللي هو جرى في 2012 ومثلي أصبنا بأمراض مزمنة فوقتنا شفنا الشباب يعني أشفقنا عليهم خفنا عليهم يا شباب انتبهوا من الاعتقال يا شباب ما بيصير هذا النظام ما بيرحم هذا مجرم ورغم ذلك الشباب تصدوا ووقفوا وقدموا وعملوا إبداعات النساء دارية يتجمع خمسين إلى مئة امرأة تقف أمام المحكمة إذا اعتقل شاب يطالبوا فيه هذا موقف مهم جدا النساء شاركت الرجال في الحراك السوري جنبا إلى جنب شهادة الأخت خلود حلمي وشهادة الأخت حنان وشهادات أخرى أكثر من هيك بكتير كمان هذه ثورة شعب وليست شورة رجال أو شباب ثورة كل المجتمع الأم والأخت والزوجة نعم نتيجة مشاركة بالمظاهرات في دمشق ومحيطة أم بينات أنا كنت يوم ٢٢١٤ يوم ٢١١ ٢١ ٢١ نيسان ٢١١ كنت مظاهرة بدارية ويومي تلتقيت مرة ثانية في نبيل شربجي وكان كالعصفور يحمل كاميراته ويصور المظاهرة كانت اسمها يوم الجمعة العظيمة يوم الجمعة العظيمة هي مناسبة مسيحية سورية أصلا بالعالم كله السوريين بيحتفلوا فيها مسلمين ومسيحيين اسمها الجمعة العظيمة نحترم هي اللي فيها السيد المسيح له طقوس أجرى فيها فالسوريين كلهم يحتفلوا بيوم الجمعة العظيمة فكانت مناسبة للسوريين اللي يجتمعوا كلهم فأنا يوميتا أنا ساكن خارج دارية قدمت إلى دارية ظهرا ووجدت الشباب في شارع الثورة من أول شارع الثورة لآخره بما يقدر ٤٠٠٠٠ سوري هذا يوم ٢١١ ٢١٢١ وكاتبين لافتة سلمية 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 نرجو من الشريطة حماية الشعب أن لا تعتقلونا يقاطبوا الشعب أنه لا تعتقلونا وفي صور من هالكلام نحن طالعين سلمية لا تعتقلونا نحن بنا مطالب مطالبنا مطالبنا مثل مطالب باقي البشر بكل العالم لقمة طعام غير مغمسة بالدم وحرية التفكير وحرية الضمير وحرية رأيه يوم ٤٠٠٠ من سكان دارية ومن محيط دمشق دارية أيقونة من أيقونات الثورة مثل حمص مثل بعض المناطق السورية الأخرى كثير مناطق السورية أيقونات فيها شباب دارية هي السورية الصغرى بشبابها ودومة وحرستة وحمص واللاذقية في مناطق أخرى ومناطق السورية أخرى فكان هذا مهم جدا حين وصلنا من أول الشارع إلى آخره جاءت المخابرات والأمن وبلش بدنا نعتقلو الناس قتل أول شهيد بدارية أذكر اسمه محمود خلاني محمود خلاني الله يرحمه رحمه الله ثم بعد خمسين متر مئة متر وصلنا للفرن الآلي قتل شخص ثاني اسمه عمار ما نذكر الكنية اسمه عمار فهاجت الناس يعني وتفرقت فكان عميناده بالسلمية وجهه بالبندقية هذا الشي نحنا أو أنا ومجموعتي وكثير من السوريين نحنا ما بهمنا مين يحكمنا يحكمني مينما كان بشار أو غيره ما عندي مشكلة بس يكون ديمقراطي بس يكون صاحب حق وعدل بس يكون يسمح بحرية الرأي والضمير يسمح بحرية التداول السلمي للسلطة وجود وجود معارضة وجود أحزاب سياسية تتداول بانتخابات حرة وليس انتخابات مزورة كان هذا هدفنا عبر 40 سنة ما شفنا غير تزوير الانتخابات والقائد الأوحد اللي هو معتبر نفسه إله وممارسات الأجهزة الأمنية القمعية اللي بيحصوا عليك نفسك إذا تكلمت كلمة كتبت مقال أنا عندي تجارب كتابية كثيرة من 2003 كتبت في الحوار المتمدن عدة مقالات جانبي كان هو الجانب الاقتصادي السياسي فإلي تجارب موجودة على الانترنت كتاباتي استدعاني فرق أمن شو بتقصد بهالكلمة وشو بتقصد بهالكلمة وليش انت عم تكتب انت مهندس روي لشغلك وانت تاجر واحد لشغلك ما لعق علاقة بالسياسة السياسة نحن السياسة ونحن أهل السياسة مو مسموح من الاقتراب من السياسة مطلقا سياسة نظام مش مسموح للسوريين أن يتداول العمل السياسي ولا العمل الحزبي ولا العمل الاجتماعي وأنا كنت بأحد النقابات السورية فاصلت من النقابة لأني رفعت صوتي لأني اقتالبت بالديمقراطية والتعددية وإقامة الأحزاب والنقابات الحرة شكرا وبعد ذلك تم توقفك بعد عام؟ نعم أسر السورة تعرضت مدينة حمص وحي اسم باب عمرو إلى هجوم من النظام ناشطين سلمين عم يقوم بمظاهرات محافظة أخرى بحمص هجم النظام عليهم قتل منهم اعتقل منهم أم الناس هربت من المحافظة غادرت هاجرت هذا بشكل مبكر بشهر سبعة وشهر ثمانية وشهر تسعة ٢٠١١ عم حاكي كي يبقى ٢٠١١ نحن هلأ ب ٢٠٢٢ من عشر سنوات وبشكل مبكر كما هاجم النظام دارية يوم ٢٠٠ آب ٢١١ هاجم حمص قبل شهر سبعة ٢٠١١ وسوى ما جزرت باب عمرو نتيجة الناس هربت غادرت من حمص قسمنا على الشام نحن وقد شفناهم هيك أنا كنت في أحد الأماكن واقف وإذ لاحظت أن هناك رجل امرأة ورجل كبير ثمانيني وستة أطفال قلت له شو عم تساوهون انتو؟ ماذا تعملون؟ ماذا تفعلون؟ قال سكدوا خافوا مني قلت له أنا صديق وحكوا لي شو صار معكم؟ قال والله نحن جايين من حمص حمص تهمي درية تهمي حرستة تهمي دومة تهمي إدلب تهمي تهم يعمم النظام على المنطقة في عشر رشطاء بدرية أو مئة ناشط كل أهل درية سيئين صاروا كلهم ضد النظام هيك بيعتبرون هيك بيعتبرون هو لكنه مو هيك مو هذا الكلام فهذا الشيخ وهذه الامرأة وستة أطفال ساعة التاسعة ليلاً وجو بارد ليسوا لهم أي مكان مأوى اتصلت بأحد زملاء وأوجدت شقة فارغة جلبت لهم الأغطية بعض الملابس بعض الطعام الشراب وهكذا حينما يأتي عائلات من حمص نستقبلها نستأجر لها بيت نعينها يعاني إغاثة إغاثة إنسانية فقط كان لي صديق اسمه عمر عزيز استجهد وقتل بالسجن معي عمر عزيز دكتور في الاقتصاد السياسي خليج فرنسا وأستاذ في كلية الاقتصاد في فرنسا حين سمع بالثورة جاء إلى سوريا ترك عمله بجامعة باريس الأولى وجاء إلى سوريا يحمل فكرة استاذ أسامة مطلع عليها وآخرين هي إقامة مجالس محلية أي حكومات مدنية مجالس محلية للناس تقضي حاجاتها الخدمات المياه والشرب والطرق والنظافة والصحة يحمل هذا المشروع قال بما أنه قاموا السوريين بثورة ونحن المرحلة السابقة للثورة فيها فساد وفيها إهمال بدنا نساعد الشباب السوري كتب ورقة مشروع إقامة مجالس محلية أقيم أول مجلس محلي بيدومة ثم في برزة ثم في جديد عرطوز ثم الطلب من شباب دارية أن يقيموا مجلس محلي أي انتخابات ورئيس مجلس محلي وبرامج وتخصص في سبيل خدمة المواطنين كلهم فهذا الرجل علم علم النظام به وكنت أنا ويا نتساعد على هذه الورقة لبناء مجالس محلية في دمشق محيطة فاعتقله النظام اعتقله النظام وجد في ذهب ليقبض راتبه من أحد الصرافات وجد دورية أمنية تنتظره اعتقله ذهب إلى بيته صادر الكمبيوتر صادر أمواله صادر مقتنياته كافة وبلش يدور بالكمبيوتر معلومات إذا ان وجد اسمي بالكمبيوتر بيني وبينه حساب مالي لهذه المجالس المحلية مساعدات مالية للجمعيات لشراء الخبز والسكر والشاي والدواء لمن يأتي من المحافظات الأخرى تبرعات سوريين تبرعات الناس النشطاء السوريين بين بعض في مبلغ ألف يورو ألفين يورو لازمينه بما يعادل أنه هدول المخصصين للطعام للناس اللي جاي المحافظات اعتقلني نظام على أساس هذه التهمة تاني مرة اعتقلني يوم 23 إداعش 2012 23 تشرين الثاني 2012 اقتحن بيتي وصادر جهازي لكم الحاسوب تبعي كان يوم جمعة وصادر بعض المبالغ المالية الموجودة معي بالبيت وأهاني وأهان أسرتي قدام مني واعتقلني رحت أخذني إلى المخابرات الجوية قابلت هذا الشخص اللي هو اسمه عمر عزيز واستشهد فيه قتل فيما بعد نتيجة التعذيب ورأيت لأول مرة خلافا لكل الاعتقالات الأخرى أنا معتقل قبل الثورة مرتين بالثورة الاعتقال يختلف كان النظام أعطى جرعة عنف لا مثيلة لها يوم اعتقلنا بأمن الدولة نحن وإعلان دمشق أكلنا كم كف أكلنا كم عصايا ماشي الحال لكن هنا والله سأصف لكم التحقيق معي أربعة رجال ضخام كل واحد مئة كيلو يقفون على يدي هاي ويدي هاي وعلى صدري يريد أن يخنق يقفز فوقي والسجان يحمل عصا بلاستيكية اسمها بسمية الأغدر الإبراهيمي يضربون بها والضابط الأمني يحمل بنسة كهربائية وأذني ومن شافتي ومن صدري ومن أعضاء التناسلية يضربني بالكهرباء ومثلي 24 ساعة نحن 24 ساعة من التعذيب المستمر وضعوني أول ما أجيت وضعوني بزنزانة مفردة سيلز 2 متر ب 1 متر كم شخص فيها هاي مخصصها لشخصين أو شخص نحن 16 شخص في هذه الزنزانة وفي صف من الزنزانات 41 خلية زنزانة 41 خلية من 1 ل 41 رقم سبعة وتسعة مخصصة للنساء ونسمع صوت تعذيبهم نساء نساء فتيات وأطفال والزنزانة التي أنا فيها رقم 34 وعمر عزيز حطوب للزنزانة 36 التعذيب على مدار 24 ساعة في الكهرباء عشرات الأنواع من التعذيب في الدولاب في الكرسي الألماني فيه كثيرة جداً وبيننا أطفال الزنزانة كنت فيها أنا كان فيها طفل عمره 13 سنة اسمه من دير الزور من محافظة أخرى اسم محمد نجم طفل 13 سنة يعذيبونه هم اسلام يعذيبونه نعم هل رأيت السيد نبيل في سجن عدرة؟ هنا أتحدث عن العام 2013 ما كانت علاقتكما؟ نقلت إلى سجن عدرة بتهم إرهاب بتهم إرهاب أنا إرهابي هيك نظام صنفني كلها أنا إرهابي على قانون 19 لعام 2012 أصدر أنهى حالة طوارئ النظام ووضع قانون الإرهاب يعني انتقلنا من سيء إلى أسوأ فكلنا إرهابيين في سوريا وكل من بيحكي صوته عالي أو بيحكي بالعقل والمنطق اسمه إرهابي بعرف النظام وصلت إلى سجن عدرة يوم 13 شباط 2012 13 شباط 2012 بعد شهر صدفة بعد شهر أنا كونه معتقل سابق عندي خبرة بالسجون وحتى الشرطة بتعرفني يعني بيعرفوني هذا مروان العش بيعرفوني وبيعرفوني أن أنا سياسي ومعارض ومشاكس وخلاف يعني هيك بوجهة نظرون سبحوني فهناك في السجن المدني هناك مكتبة والأسف المكتبة مكتبة لقراءة الكتب بالسجن ما بيجيها غير عشرات يعني في السجن يتسع يوم كنت أنا في 2013 كان السجن في حوالي عشرة آلاف قال لي كيف عرفي عشرة آلاف شخص قال لي صديق بيوزع الخبز عنده قوائم بيوزع كذا ربطة الخبز كل ربطة الاثنين خمسة آلاف ربطة ضربة اثنين عشرة آلاف زنامي منحلل هذا الشيء منتابعه فأنا كونه لي علاقة سابقة يعني وبيعرفوني مين أنا طلبت أن أروح على المكتبة بدي أقرأ أنا ما بدي أروح على قراءة أنا قرأت خمسين كتاب خلال اعتقالي خمسين كتاب من أمهات الكتب العربية والأجنبية والأستاذ ما زين اجتمعت فيه بالمكتبة وزملائه كان وزملائه كانوا هاني وحسين وفلان 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 نلتقي في المكتبة وأنا تداول أوراق بناتنا شو بدك ساوي شو بدك تعمل وأسسنا شيء عمل يعني يفيد الزملاء يعني بين بعض لخدمة الآخرين ونحن في السجن أشهدكم أن هذا حصل في السجن ما زين معه ميت ليارا بتشتري فيها دواء بنعطيها لسجين ما معه شيء أو جاي من الفروع يأتي الشخص من الفرع مصاب بالقوباء هل تعرفون الأمراض الجلدية قوباء وقمل وحكي وأمراض إسهالات وأمراض أخرى يأتي ما من الفروع فكان كنا شكنا بمعض أنا معي ميت ليارا عندي زيارة هذا جديد جاي نشتري له دواء نشتري له ملابس كيلوت يجي بلا كيلوت يجي بلا ملابس داخلية من الفرع عليه يعني شيء 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 لا يتصور فكان دورنا نحنا الواعيين اللي عنا خبرة أنه نساعد هالناس اللي جاي فسومح لي بالخروج إلى المكتبة ومعي بطاقة المكتبة موجودة معي هلا ممكن فرجيكم إياها بطاقة المكتبة بطاقة السجن بطاقة زيارة كلها موجودة أنا محتفظ فيها قدرت خرجها من السجن بطريقة ما التفافية مشان هدول وثائق إلي فأنا طالع أحد المرات من المكتبة إلى المكتبة لأنه نحنا بيصح إليك ساعتين بالـ 24 ساعة تطلع على باحة تتمتمشى فيها يعني استراحة باحة السجن كل جناح له باحة فنحنا بنطلع من الـ 11 الوحدة بالساعة وحدة بفوتونا لغرفنا وبيقفلوا علينا الباب المكتبة دوامة من الساعة وحدة للساعة أربعة ثلاث ساعات كل يومين في الأسبوع بحق اللي أنا روح وأخذت السناء يوم صاروا ثلاثة أيام ثلاثة أيام في الأسبوع بحق اللي روح على المكتبة اقرأ فأنا طالب أحد مرات بالكاريدور فاضي الكاريدور كل الغرف الزنزانات مغلقة كل زنزانة بتتسع لخمسين إلى مئة شخص اتناعشر ستة هيك وستة هيك اتناعشر زنزانة هذا جناح واحد في تسع أجنحة تسع أجنحة فيه بهذا السجن المدني هذا سجن مدني وليس عسكري كنت خارج بالكاريدور وازفو جئت من نبيل قدام مني أنا بعرف نبيل اعتقل بالشباط ألفين وطمعش يعني جاني خبر معتقل شباط ألفين وطمعش مرحبا خدني معانا كزا استاذ مروان ليش انت هوني ليش انت هون قال تلك ليش انت هون قال والله أنا جيت من الجوية وحطونا إيداعة هون ما بنعرف وهم دنيا غدونا بس إن شاء الله ما يغدونا عاصد نايا قلت له خير إن شاء الله شو بدك قال بدي خمسمائة ليارة هاي خمسمائة ليارة بعد جبت له قال لي أنا كل يوم بس انتو تفوتوا لجوة بطلعونا نحنا على الباحة ما نلتقي معكون عزل هدول اسمهم إيداع هدول المخابرات عندما تنتهي من التحقيق مرحلة مؤقتة تضعهم في سجن مدني وتعزلهم عن باقي السجناء حتى ما يتعرفوا وحتى هدول ما لون زيارات أكل بأدنى ما يكون ما عندهم مصاري يشتروا أكل لأنه بسجل مدني تشتري أكل بتشتري مالك الخاص الحكومة بتقدم وجبة بسيطة جدا يعني غير كافية لكل عشر أشخاص قصع الطعام لا تكفي شاب واحد نأكلها عشرة فلتقيت نبيل بالكريدور شو بدك يا نبيل؟ قال أنا كل يوم ساعة واحدة ونصف يطالعون وقلت له أنا عندي ثلاثة يام بالاسبوع واحدة ونصف بمرء من هون شو بدك لجبلك؟ قال بدي مصاري قلت له بدي أشتري بعض الحاجات تفضل ما في مشكلة قال بدي أواعي شلوم بنحط لك أواعي؟ في زاوية في سلة قمامة كبيرة سلة القمامة محطوطة بكيس نيلو مثل باقي السلال إلى كيس نيلو قلت له طيب بحط لك أنا الغراضك بين كيس النايلو وبين السلة قال ممتاز مشان ما يشوفون الحراس ولا تلقطن الكاميرات فيه كاميرات مراقبة وفيه حراس براء السجن أنا أعمل حالي واقف نحن سلة القمامة طلب جرائد أول شي أول طلب مني طلب اللي بدي جرائد شو عندك جرائد شو عندك النشرات فيه بالسجن السجناء المدنيين بحق لهم يدخلوا جرائد السجناء المدنيين بحق لهم يدخلوا كان فيه حتى صحف فيه تايمز اللندنية كانت نسخة واحدة تجينا أحد السجناء بيقراءها بعد ما يقراءه وينتهي مننا بتدور على ميتين شخص بيقراءها المهم طلب صحف طلب مجلات طلب فلوس طلب أواعي ملابس صرنا نحطهم بهذا المكان وهو يأخذهم نعم شكراً لم يعد لدي أي سؤال لك ربما لجنة القضاة لديها بعض الأسئلة شكراً عطيتنا سياقاً أو شرحت لنا السياق بشكل رائع حول الأمور التي كانت تحصل قبل العام 2011 وبعد عام 2011 لذلك شكراً جزيلاً شكراً لدينا أسئلة لك شكراً على تذكيرنا بهذه الطريقة الشغوفة والواضحة بتاريخ سوريا الأخير وما هي الأمور التي أدت إليها الدكتاتورية وأعتقد أنك كنت على حق حين أشرت إلى أن قمع النظام قد أثر ليس فقط بالصحفيين با بكل الديمقراطيين من وجهة نظرك كيف يمكننا أن نعرف بشكل حكومة النظام في سوريا؟ هل هي دكتاتورية عائلة؟ أو دكتاتورية عسكرية؟ أو دكتاتورية قوة الشرطة وفروع الاستخبارات المختلفة؟ بالطبع هذه السلطات مرتبطة ببعضها البعض وتعملوا مع بعضها البعض ولكن أود أن أعرف برأيك من لديه الموقع الأقوى في النظام؟ من لديه السلطة الأكبر؟ من الذي يتعرض بشكل أكبر للإعلام الحر؟ والسؤال الأخير ما هي العلاقات الدولية التي قوت النظام؟ شكرا من تسؤال محمد الدن وبالتحلي هيك يعني أن أخرج ما في نفسي حافظ أسد بنى نظام دكتاتوري فردي نظام دكتاتوري عسكري فردي ليس بأي قوة انتخابية أو أي قوة ديمقراطية أو أي قوة من قوة الحراك الاجتماعي إنما هو عسكري وأتى بنظام عسكري بنى عليه نظام عائلي عائلة تحكمنا عائلة الأسد سابقا كان يحكمنا حافظ أسد ورفعت الأسد أخوه وعائلته اليوم يحكمنا بسوريا بشر أسد وماهر أسد وبقية العائلة والباقي كله خدام الباقي كله أجراء الباقي كله يسمع ويطيع ما في مجال يقول لا لا ضابط ولا رئيس فردي الأجهزة الأمنية عبارة عن خاتم في يد النظام خاتم بإيه موانت ما بده والضابط الأمني أو أي ضابط بالجيش أو أي موظف كبير ولاء فقط للشخص وليس ولاء لسوريا الولاء للرئيس لحافظ أسد سابقا وبشار أسد حاليا الولاء للرئيس الله فوق وبشار جنبه بس ما في حدا غيره فالدكتاتورية النظام اللي بني بنى بنظام دكتاتوري عنيف يعتمد أساليب العنفية ليس لديه قيم وليس لديه معايير القتل شيء طبيعي ومعمم الاعتقال شيء طبيعي ومعمم الإهانة إهانة السوريين العاديين والسياسيين تصوروا أنه لا يوجد نقابات حرة في سوريا توجد نقابات تأتمر بالحزب وتنفس خطط حزب لا يوجد منظمات شبيبة إلا ما في منظمات حزب وتأتمر بخطة حزب الحزب بحط خطة يصدق عليها الرئيس تطبق بس وكلمين بشزء عن الخطة أوس برا والعلاقات العلاقات الخارجية أو السلطات الخارجية التي دعمت النظام وكوته برأيك من هي؟ بصراحة أنا هذا شيء يعني بحب تطلع عليه النظام هو نظام محلي لكن مرتبط بعلاقات دولية مرتبط بعلاقات دولية عميقة للأسف للأسف جزء من أوروبا واليسار الأوروبي يدعم نظام بشار الأسد ودعم نظام حفظ الأسد من جاء ببشار الأسد هو مادلين أولبرايت حضرت وباركة البيعة للرئيس وأعطته مفاتيح سوريا مادلين أولبرايت الوزيرة الخارجية التي توفيت قبل فترة في لها صورة مع بشار الأسد قبل بعد 24 ساعة من وفاة والده بعد 24 ساعة من وفاة حافظ أسد جاءت مادلين أولبرايت وأعطت مفاتيح سوريا لبشار الأسد وبشار الأسد أخر المفاتيح وملكه ملك شخصي ملك شخصي العلاقات دولية الأوروبيين نحن بالناشدون يعني نحن نتمنى على الأوروبيين يفهموا خصوصية الحالة السورية سوريا ليست هي عائلة الأسد سوريا 23 مليون سوري يحلمون يحلمون بالحرية يحلمون بدولة مواطنة يحلمون بالديمقراطية يحلمون بكل شيء مثل باقي البشر لم نطالب بأي شيء لا نريد عنف لا نريد قتل لا نريد دماء نريد دولة مواطنة ديمقراطية تداولية تعددية أحزاب ونقابات وقية مجتمعية صحفيين وأطباء ومحاملين كافة القوى تتعاون لبناء سوريا فالأوروبيين دعموا هذا النظام واليوم بعد عشر سنوات من حرب التي جرت في سوريا التي حارب النظام الشعب الحرب هي النظام اتخذ حل أمني بالدبابات لإسكات الشعب بعض الدول الأوروبية للأسف وشركات أوروبية تساعد النظام رغم في قانون عقوبات ورغم في قانون منع التعامل هناك شركات بلجيكية تورد للنظام المواد الأولية للسارين والمواد الكيموية التي قصف بها السوريين وهناك تحقيقات دولية وهناك شركات من بلاد أخرى تزود بالدنمارك تزود النظام بكيروسين الطائرات التي تقصف السوريين طيب ما هذه الازدواجية ربما هذه الأفراد ليس دول سياسة الاتحاد الأوروبي واضحة أننا ضد القمع وضد ما جرى في سوريا وهناك خايفين ننبه على الشغل الأوروبيين خايفين أو الأمريكان خايفين أن الثورة تؤدي إلى استلام الإسلاميين في سوريا يا جماعة هذا ليس حقيقة أبدا أبدا الإسلاميين أو الإيديولوجيا الإسلامية لا تتعدى خمسة بالمئة الأخوان المسلمين كل شيء أقوى تنظيم بسوريا أو بشرط أوسط بالنسبة للأخوان المسلمين بسوريا لا تتعدى وعشرين ألف فقط والباق وثلاثة عشرين مليون سوري وينون لماذا ينظر الغرب إلى أنه ستقام نتيجة الثورة دولة إسلامية لا لن تقام ولن نقبل والسوريين لا يقبلون والسوريين السوريين ناس يحبون الحياة يحبون الحياة يحبون الطعام الجيد يحبون النزهة يحبون الملابس الأنيقة يحبون البرفان أنا من الناس من هدول وهي قيام وهي تربية وهي اخترب بيت أبي قبل مني وجدي قبل مني وابني بعد مني نحب الحياة ما نجاي نقتل أو نقاتل فالغرب مخطئ إذا ظننا أن الشعب السوري يقبل بدولة إسلامية على نمط داعش أو النصرة أو أي تنظيم إسلامي لا هدولة عابرين في التاريخ السوري هدولة ليسوا هن القاعدة القاعدة 95% من الشعب السوري يؤمن بالديمقراطية يؤمن بالعدال الاجتماعي يؤمن بالحرية يحب الحياة بس أنا بدي عيش بدي أشتغل وأعمل وانتج وعيش حتى ما لي بعازي أنا أخذ دراعتم من الدولة ولا مساعدات اجتماعية الدولة بتساوي طرق وأبنية ومنشآت وصحة والتربية والتعليم أنا ما لي علاقة فيها أنا بستثمرها بها فقط وبساهم بالضرائب يعني إذن الأوروبيين والأمريكان هلأ إحنا في قوى بالمنطقة الشرق الأوسط عندنا قوى إقليمية حاليا روسيا هي التي تتزعم 16 فيتو في مجلس الأمن لكي لا يعاقب النظام النظام قصف السوريين في مدينة في غوط الدمشق وقتل بالكيماوي بالسارين وفي أربعة قتل آلاف السوريين وفي عدة مناطق سوريا بالمعرب في مجازر كيماوية ليش؟ لم يحال لي مجلس الأمن محكمة الجناية الدولية الاي سي سي مغلقة في وجهنا لم يحال لها مجلس الأمن مغلق في وجهنا الروس والصين 16 فيتو ضد سوريا للأسف دول تدعي الديمقراطية مثل الهند أو غيرها تناصر النظام وتؤيده وتقف معه بالفيتو وتقف معه في أي قرار دولي النظام ينتخب في مجلس حقوق الإنسان للأسف للأسف روسيا والنظام مجلس حقوق الإنسان بالدورة الماضية هلأ طردت روسيا مطالب طرد النظام يعني فالعلاقات والشباكة الدولية نحن في شرق أوسط ملتهب شرق الأوسط هذا رسالي أنا مني ويسمعوا مني اللي ما سمع على الإعلام عم بيحكيها أنتم علاقتكم يجب أن تكون مع الشعب السوري ومموثلي السوريين الحقيقين وليس مع النظام النظام زائل ماذا اليوم بدون نزال بعد سنة وبعد عجرة وبعد خمسين سنة السوريين والشعوب دائما طالب الحرية والنصر للشعوب وتسنتصر للشعوب وهي قاعدة أنتو الأوربيين أخذتوا الديمقراطية طريقا اختصرتوا دم كتير 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 ونحن عم نطالب أن نختصر الدم والقتل والحر وحروب وننتقل للديمقراطية بإشراف دولي ما في مشكلة شكرا هل من أسئلة أخرى؟ هذا أكثر من سؤال هنا إذن شكرا على كل ما تقدمت به ربما علينا أن نذكر الجميع أنه قبل فترة واجزة من العام 2011 وقبل اعتبار الغرب لنظام الأسد كدكتاتورية إذن قبل أشهر أو سنة من 2011 قامت بعض السلطات الغربية كانت ترسل مساجين غير رسميين إلى سوريا ولدول أخرى ولكن هنا نتحدث عن سوريا إذن كان يتم إرسال مساجين لتقوم في سوريا أو بالعمل الرديء الذي لم ترد مثلا الولايات المتحدة أن تقوم به لهؤلاء السجناء بنفسها إذن هذا ليس السؤال هذا تعليق للتعقيب على ما قلته علينا أن نتذكر هذا الأمر حين نتحدث وكما فعلت الآن حين نتحدث عن كيلب المكيالين إذن هذا ما أردت قوله شكرا ملاحظة النظام له خيوط وتشابكات أمنية مع الأوروبيين وغير الأوروبيين هذا شيء لا نختلف عليه أمريكا حين تريد أن تحقق مع سجناء أرسلت قسم منه إلى سوريا لانتزاع الاعترافات بالإغراق بالماء بالكهرباء واحدو سبعين نوع من التعذيب يمارس في سوريا واحدو سبعين نوع من التعذيب والتعذيب للكل وليس لهؤلاء بس الأجانب شاب سوري اسمه عرار اسمه ماهر عرار شاب سوري يحمل الجنسية الكندية اشتبه فيه إرهابي مقيم يحمل الجنسية الكندية ومهندس يعمل واوا وعائلته متزوج الكندية وعنده عائلة اجا تقرير من أحد الدول أنه هذا إرهابي حملوه سلموله السلطات السورية السلطات السورية اعتقلتوا ثلاث سنوات بسوريا كندا سلمتوا لسوريا ثم هذه قضية مهر عرار معروفة عالميا ثم هذه القضية بعد فترة استرجعته لكندا طلبت النظام أنه ما مات يعني بها الفترة العادي الفوت على السجن بموت ما مات استرجعته السلطات الكندية واعتذروا منه وتبين أنه التقرير فيه ودفعوا له مبلغ كبير جدا تعويض عن التعذيب مهر عرار ألف كتاب ألف كتاب عن ما شافوا من السجون السورية فكتير عناصر من التنظيمات النظام السوري يلعب بالورقة الأمنية يلعب بورقة المخابرات وأجهزة المخابرات كلها بالعالم يعني بتتعاون لمصالحها لا للشعوب لا للدول الملف الأمني رقم واحد بسوريا ومطلوب النظام السوري بقاءه للملف الأمني ونحن بنقول مطلوب بقاء الشعب السوري ليكون دولة ديمقراطية مدنية تدولية تعددية هذا الفرق نحن بنرد عليه هون نحن لسنا دولة إرهاب وسوريا السوريين ليسوا إرهابيين وحالات نادرة من السوريين ضبطوا بأعمال إرهابية حالات نادرة جدا أنا بأوروبا من 2016 لليوم نادرا ما سوريا يساوي مشكلة السوريين بطبيعتهم بسيطين ما بيحبوا العنف في فئات أخرى من الشعوب الأخرى ربما يكون من شيء عفوا شكرا يبدو أنه لم يعد لدينا أي أسئلة شكرا جزيلا على كل ما تقدمت به شكرا سنأخذ استراحة قصيرة وبعد ذلك سوف نغلق جلسة الاستماع هذه مع بيان شكرا 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 جلسة شكرا أهلاً وسهلاً بكم وعوداتكم في المحكمة الشعب الشأن جرائم مقتل الصحفيين. وأنا أعطي الكلام الآن إلى المدعية العامية سيدة برنبيو. إذن لقد وصلنا إلى ختمة جرسة الاجتماع حول سوريا هذه وأيضاً وصلنا إلى نهاية جرسات الاجتماع الثلاثة التي كانت ثمرة لعمل هذه محكمة الشعب. هل تسمعوني بشكل جيد؟ سوف أحاول أن أتحدث ببضل. إذن خلال جلسات الثلاث تعلمنا عن وضع الصحفيين ومعاملاتهم ومعاملات في سلسة الدول في المكسيك والسرلانكا والسوريا مؤخراً وانتهينا من جلسات السورية اليوم. إذن قبل أن أدخل إلى ما سيكون خاتمة الادعاء سأود أن أقوم بالزولة تشكرات. إذن أول شكر سيكون لكل الناس الأشخاص الذين شاركوا كالشهود بصفاتهم الشخصية والمهنية وكانوا ملتزمين بشكل كبير جداً. فقط لأنهم على قناعة بأن هذه مسألة مهمة يجب أن نتعامل معها. أشكر الشهود والأقارب والخبراء وأعضاء اللجنة العالية رفيعة المستوى من الخبراء. كلهم أتوا ليساعدون على فهم عمقي وخطورة الوضع. ثانياً أود أن أشكر القضاة إلى يساري وكلهم هنا إلى يساري وشخص واحد على الشاشة فهم كانوا يصغون بإنصاط لنا ولكم جميعاً. وأصبح لديهم فهم للموضوع ولديهم وظيفة مهمة جداً وهي إصدار حكم. ونأمل أن هذا الحكم سيأخذ بالاعتبار غايات هذه المحكمة وهي تحليل مشكلة قامعة حرية التعبير والصحافة واستمرار فلات من العقاب حول هذا الموضوع. أود أن أشكر المنظمات الثلاث التي جعلت من هذا العمل ممكناً. ولجنة حماية الصحفيين أو مرسلين بدون حدود. وننسح حول منظمات أيضاً موجودة في الدول التي كنا نحللها. وإذن نشكر منظمات المجتمع المدني إذن وهي فيها أفراد رائعين ومن دونهم. لما كان هذا الأمر صعباً جداً أود أن أشدد على هذا الأمر. وبعد ذلك نود أن نشكر جميع الذين لقوا الحاجات اللوجستية بشكل خاص جاسمين وهي ليست في الغرفة الآن. أود أن أشكرها وهي تستحق الثناء على جعل كل شيء سالس ورائع. وفي النهاية أود أن أتوجه بزيزيل الشكر لفريق ديرونيكا 37 والذين أعطوني هذا الشرف وساعدوني على تواصلي مع الزملاء والأصدقاء هنا. وكما قلت خلال خطاب الافتتاح وهذا في قرار الاتهام أيضاً إذن نحن هل تسمعونني؟ هذا مهم من نسبتي إليه. إذن الصحفيين يهجمون ويهددون ويقتلون وهذا قد ازداد في السنوات العشر الماضية بشكل كبير. ولأنه على رغم من الجهود الاجتماعية ووسائل التواصل الاجتماعي والتوعية وكل مستويات الوعية فإن الإفلات من العقاب يستمر كاملاً. وإن الإفلات من العقاب إن نقص مقادات وأي تحقيق أو آليات مسألة حقيقية كلها ما زالت غائبة وهي القاعدة. هذا الغياب هو القاعدة. إذن خلال جرسات الاستماع الثلاثة هذه قمنا بتعزيز ودعم المزاعم الموجودة بالشكل التالي. إذن المكسيك هي ما يسمى بالديمقراطية سري لانكا ولدينا سوريا النظام التالي تاري ولكن في كل من هذه الدول الثلاث هناك أنماط مماثلة لكيفية. إذن أعتذر على صوتي على البحث في صوتي. إذن يتم إسهداف الصحفيين لأنهم يبلغون عن الحقيقة ويقومون بفضح الحكومة على العنف والأنشطة الجلمية والقامعة. وفي هذه الحالة أدو أن أثني على التحدث عن الأشخاص الثلاثة من مكسيك لسانسا ريكوماتونغا من سري لانكا والنبيل الشاربجي من سوريا. كل هؤلاء الأشخاص تم التعامل معهم بشكل مماثل وبنمط نفسه وهم كانوا قد فضحوا عمل الحكومة بعنف الحكومة والقمع والأنشطة الإجرامية. ثانيا على رغم من الصياق وحدة الوضع في كل من الدول الثلاثة أن الصحفيين يتم إسهدافهم فقط لأنهم يقومون بعمالهم لممارستهم لحرية التعبير. وفي كل الأوضاع الثلاثة للمحللة بالإضافة إلى أجزاء أخرى من العالم فإن الدولة تخفق في حماية الصحفيين. وبالإضافة إلى ذلك هناك إن هذه الحكومات تعمق القمع وتفاقم هشاشة الصحفيين عبر وضع قوانين للمعاقبة ومناورات من أجل زيادة العدوانية والقمع ضد الصحفيين. وفي النهاية إن الإفلات من العقاب لن يتم تمكن من معالجة الإفلات من العقاب قبل أن نفهم أمور أربعة. نعم لحظة. فإذن أولاً يقتل البشر لأنهم يمارسون حرية الأعلام. وفي هذا السياق أي تحقيقات تجرى يجب أن أو يجب لكل التحقيقات أن تأخذ في الاعتبار هذا المكون. ثانياً هؤلاء المحترفون وعائلاتهم لا يدعمون بشكل فعل كضحايا بحثاً عن العدالة. ثالثاً هذه مشكلة عابرة للحدود ودولية تتطلب ممارسة دولية للمسؤولية. رابعاً وأخيراً أعتقد أنه من المهم للإدعاء أن يتم تحقيق وأن يتم رفع الوعي إذا العنف الجندري فإذن الجرائم ضد الصحفيين وحرية التعبير فئة بحد ذاتها وفئة منفصلة. ونحن بحاجة إلى أخذ في الاعتبار كل هذه المكونات برأينا حان الوقت لأن الصخط كبير. فإذن نحن أعتقد أننا على دراية بكل ما يحصل وكنا نستمع واستمعنا إلى تجارب كل من أتى إلى هنا لمساعدتنا في الفهم. فإذن من وجهة نظرنا حان الوقت للتصرف. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً. ترجمة نانسي قنقر بإعلان أي حكم الآن ولكن خلال العمل التحديري مع الأشخاص الذين يعترف بهم الادعاء المشاركون في التنظيم وأيضاً الذين يطلبون مواجهة هذا التحدي من خلال تضمين الصحفيين ليس فقط بطريقة عشوائية ولكن محاولة تسد فجوة فيما يتعلق بغياب الإرادة أو غياب القوانين الوطنية والدولية وأيضاً للدفاع عن الأشخاص الذين يطالبون بالحقيقة فإذاً يجب أن فإذاً كل من يقتل الصحفيين يفلط من العقاب ولكن هذا أمر غير مقبول وهذا يحصل في جميع أنحاء العالم وقد تحدثنا عن ثلاثة حالات كما قالت المدعية العامة وهي قضايا مختلفة جداً ولكنها تعكس وضعاً واحداً يواجه الهيئات القانونية الرسمية في غياب احترام شرعية حقوق السعي للتوصل إلى الحقيقة فإذاً هذا يعود للمحكمة وهذا هو التحدي الكبير وأعتقد أن الزملاء شاركوا في النقاشات منذ البداية فإذاً في أعداد أو معنى أي محكمة للشعب تتضمن هذا المجال الشعبوي في البرنامج فإذاً أتطلع لنظام دولي آخر وقوانين دولية مختلفة فإذاً نود أن نشكر كل من ساهم في هذه المحكمة الآن الأمر يعود للمحكمة والتحديات لترجمت كل ما تم سماعه وتوثيقه وليترجموه إلى وثيقة ليس مجرد وثيقة أخرى ولكن قد تتحول هذه الوثيقة إلى أداة للماضي قدماً ولأحداث تغيير فإذاً برنامج المحكمة بسيط جداً وصعب جداً في نفس الوقت ونحن نتطلع إلى الاجتماع الذي سيحصل في 20 حزيران يونيو هنا في لهاي حيث ستتم مشاورات المحكمة أو الحكم سيصدر الحكم وذلك لحماية حقوق الشعب شكراً جزيلاً أريد أن أشكر الجميع والزملاء ورئيسة المحكمة فإذاً أعطيهم الكلام إذا ما كان لديهم أي تعليقات من وجهة نظر الأمانة ونريد أن نشكر سيمونا أيضاً فهي كانت فعالة جداً في مواجهة الصعوبات في هذا الوضع المعقد فإذا كان لديكم أي تعليقات تفضلوا نعم هناك تعليق فإذاً في آخر يومين سمعنا كيف أن مجموعة الشباب بدأت بنزول إلى الشوارع في أوائل الألفية الجديدة لمناقشة الأفكار وأيضاً لتنظيف الأحياء والشوارع وللدخول في حوارات وسمعنا أيضاً كيف أنهم بدأوا يحلمون بالتغيير بالحرية وبمجتمع منفتح وتحدثوا عن ضرورة غياب العنف واعتبروا أن المجلة يمكن أن تكون سلاحهم هذا كان حلمهم ووصفوه بالحلم وفي آذار مارس من العام 2011 عندما بدأت ما يسمى بالثورة في سوريا اعتبروا أنه من واجبهم توثيق ما يحصل فإذاً بدأوا يلتقطون مقاطع الفيديو والصور وبدأوا بالتسجيل وبنشر الأخبار المتعلقة باحتجاجات الاحتجاجات في الشوارع وأطلقوا مجلة عبر الإنترنت وقد يقوم الكثير في السورية الكثيرون في سوريا قد قاموا بإطلاق مجلات ربما ولكن رأينا كيف أن النظام قمع حرية التعبير وارتكب النظام جرائم بحق هؤلاء الصحفيين الناشطين أو الصحفيين المماطنين أو المدنيين وكانوا يستخدمون الهواتف الخليوية لالتقاط الصور وحتى ذلك كان يعتبر جريمة وكان مشتبه بهم وقيل لنا أن قائد ومنصق هذه المجموعة نبيل الشربجي تم توقيفه وتم احتجازه نحن نشكر كل من شارك معنا لإخبار هذه القصة ونحن ندرك صعوبة تذكر كل هذه القصص الأليمة ونحن أيضا نفهم أن حلم الحصول على حركة سلمية دمر من قبل النظام السوري فإذن هم عانوا الكثير وتم زجهم في السجن وقتل الكثيرون ونزح الكثيرون وتشردوا إلى بلدان أخرى فإذن هذه قصة دولة بكاملها ونحن نعلم أن حلمهم بالتغيير والحرية والديمقراطية تم قمع فإذن هذه الحركة تحولت إلى حرب دامية ولكنهم لم يستسلموا وأعجبنا بمشاركة الرجال والنساء في هذا الحراك وسمعنا على وجه الخصوص كيف أن النساء بدأت بالنزول إلى الشوارع وبدأنا بالعمل كصحفيات أيضا وأيضا أعجبنا باستمرار هذا العمل حتى من الخارج فإذن هم يواصلون نشر المجلات والأفكار والأخبار عبر الإنترنت أصغينا إلى كل ذلك سنعيد النظر في كل التفاصيل والقصص التي استمعنا إليها وكلجنة سنناقش ونتشاور حول هذه القضية بالإضافة إلى القضايا الأخرى حول سريلانكا والمكسيك وحاليا نحن ممتنون لكل الرجال والنساء الذين كانوا شجعان بما فيه الكفاية لمشاركة قصتهم معنا أو قصصهم معنا نحن ممتنون للشهود والخبراء فإذن نشكركم جزيلا وطبعا أريد أيضا أن أشكر كل منظمي هذه الفعالية وكل الذين سهلوا عملنا في هذه المحكمة شكرا 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 شكرا